اشتركوا في القناة 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 بعد ان انهى فرسان القلعة الحمراء مهمتهم في دور المجموعات لدور ابطال افريقيا وتصدرهم المجموعة الرابعة بات المارد الاحمر اول فريق في التاريخ يتأهل للدور الربع النهائي للبطولة القارية حامل لقبها في تسع مناسبات على التوالي تصدر الاهل مجموعته برصيد اثنتين عشرة نقطة جمعها من ست مباريات حقق ثلاث انتصارات وثلاث تعادلات دون ان يتلقى اية خسارة سجل لاعبه ستة اهداف واحتزت شباكه مرة واحدة فقط وبعد ان ازل الستار على الاندية الثمانية المتأهلة للدور الربع النهائي تنتظر الفرق المتأهلة قرعة دور الربع النهائي الذي لم يتحدد موعدها بعد والذي سيشهد تواجد فريقين عربيين هما الاهل زعيم القارة السمراء والترج الرياضي التونسي تأهلت اندية ساندونز الجنوب افريقي ومازنبي الكونغولي عن المجموعة الاولى فيما حجز اسك ميموزا الافوري وسينبا التنزاني مقعدهما في ربع النهائي فيما تأهل فريقا بترو اتلاتيكو الانغولي والترج التونسي عن المجموعة الثالثة والاهلي وفريق يانغ افريكانز التنزاني قد حسمت اهلهما كأول وثاني المجموعة الرابعة ومن المقرر ان يلتقي المارد الاحمر احد فرق الثلاث المكون من مازنبي الكونغولي الترج الرياضي التونسي وسينبا التنزاني في دور الثمانية ارقام جديدة حققتها الفرق المتأهلة لربع النهائي حيث انهى الاهلي للمرة الثالثة دور المجموعات دون ان يتلقى اي خسارة في المرتين السابقتين توجب اللقب كما هو الحال لبترو اتلاتيكو عن المجموعة الثالثة لم يتعرض لأي هزيمة واصبح اول فريق في تاريخ دور ابطال افريقيا لا يسكن شباكه اي هدف في دور المجموعات بينما حقق فريق الوداد المغربي رقما قياسيا سلبيا للمرة الاولى بعد ان ودع دور ابطال افريقيا من دور المجموعات في تاريخه لسه هنكمل مع اجواء دوري ابطال افريقيا وعايز اتكلم عن واحد من نجوم القلعة الحمراء وهي واحد من النجوم اللي بيصنعه الفارق مع الفريق في الفترة الاخيرة كابتن حسين الشحات حسين الشحات احرز هدف الفوز في مباراة يانج افريكانز ويواصل تقلقه في هذه البطولة القرية استطاع ان هو يصل للهدف رقم 20 خلال مسرته مع النادي الاهلي بعد هدف حسين اللي اصبح خامس هدافي الاهلي في البطولات الافريقية بيتصدر القيمة دي زي ما حضراتكم عارفين طبعا النجم الكبير كابتن محمود الخطيب 37 هدف محمد ابطريكا بيأتي ثانيا على بعد كابتن خطيب ب32 هدف متعب ثالث ب28 هدف ثم وليد سليمان 21 هدف على فكرة كان فيه ناس معتقدة ان الحاوي كابتن وليد سليمان 20 ولكن لا وليد 21 هدف حسين الشحات في المركز الخامس ب20 هدف الحقيقة حسين الشحات من تقلق لتقلق من مباراة للتانية واحد من افضل اللاعبين خلال هذه الفترة مع النادي الاهلي كل التوفيق لحسين وكل التوفيق لكل العيبة النادي الاهلي قبل بس ما روح لحاقة صد خلينا نروح لواحد من النجوم الكبار في النادي الاهلي ومدير اكاديميات الكورة في النادي الاهلي نجمة كبير كابتن عبد من عمشاط كابتن شاط اه كابتن ازاك يا كابتن اخبار حضرتك ايه ازاك يا كابتن عامل ايه بحيشنا جدا يا كابتن والله الله خبير تجيش غير مع أسامة حسني بس اخبار حسني بأبن انت عارف انا طب ما إنا اخوك بقى يعني ماشى نجمة انت حوية بقى انا اسامة اسامة انت عارف يعني مما كان عنده 12 سنة انا طبعا يعني انت ابه والحد وربنا كرم ان شاء الله ربنا اديك الصحة كابتن الأول طمننا عليك وطمننا على اكاديميات النادي الاهلي اخبارها ايه والله الموسم ده يعتبر موسم بالنسبة لنا افضل موسم على يعني مرة تاريخ الاكاديميات منذ انشاءها 2006 سنادي حقاً أكثر من حوالي 11 أو 12 ألف لعب 24 أكاديمية فيهم حوالي 300 سيدة أو لعب الكرة القدم النسائية عندنا السنة دي فريق كرة نسائية 2004 بيلعب في منتجة القاهرة لأول مرة 90% من اللاعبات من أكاديمية النادي الأهلي يعني السنة دي لم نستحن بأي لعبات من خارج النادي العدد محدود جداً وإن شاء الله دي تبقى نواة في النادي الأهلي مستقبلة يكون عندنا فريق أول إن شاء الله قريباً جداً نلعب في دور كرة القدم النسائية عشان نشارك كمان في البطرات الأفريقية إن شاء الله فالأكاديمية عاملة شغل كبير جدا تتوقع المزيد خلال الفترة اللي جاية كمان طبعاً نحن حقيقة أنا عدت مع فركة الكرة التوسع في الأكاديمية تحينتشر إن شاء الله لحد ما تخش في في أفريقيا عموماً وكمان في الدول العربية إن شاء الله سيكون عندنا عدد من الأكاديميات بإذن الله في الكويت في السعودية وفي رومان والآن عندنا حقيقة في الإمارات تأكاديمية كبيرة جداً جداً نحن نعمل أكاديميات يقول لك والله أفضل أن نعمل أكاديمية من نادي الأهلي بدلاً نروح مثلاً لريال مدريد لأن الحقيقة نادي عربي من نادي الأهلي يتفضل أنه يكون موجود في الدول العربية بشكل خاص طبعاً وفي أفريقيا عموماً إن شاء الله سيكون لنا دور كبير بإذن الله مستقبلاً لأنه نادي الأهلي في أفريقيا يعتبر أفضل نادي على مستوى القرن أنت عرف نادي القرن فبالتالي أنا أعتقد أنه إن شاء الله سيتوسع بإذن الله إن شاء الله توسع دائم وتوسع كبير للنادي الأهلي لأنه نادي الأهلي الحقيقة يستحق مننا كمان أنا عارف أن 11-12 ألف ده عدد كبير جداً جداً من اللاعبين في الأكاديمية ولكن طموح كابتن شاطة دايماً بيبقى لضعف الأرقام الموجودة كمان أهم حاجة عندي أنا إنه اللاعب المتميزة مبضعش مننا لأنه السنة اللي فاتت استخدنا عدد كبير من اللاعبين انتقوا للعندها أخرى فإن شاء الله السنة اللي هي كابتن بدر رجب وليس سليمان حقيقة عاملين معنا يعني توقامة جيدة جداً بتواجده دائماً في البطولات اللي بنعملها المساعدات اللي بنعملها بنشارك في منطقة القاهرة باسم الأكاديمية باسم نادي الأهلي به فمتواجدين معنا على طول الحقيقة وبتابعوا اللاعبات جيدة إن شاء الله السنة اللي هيكون عندنا حصيلة كبيرة جداً منه هؤلاء اللاعبون على مستوى الأكاديميات المختلفة ينتقوا منها الأفضل إن شاء الله يحصل هذا الكلام تبعتولنا بس تقولولنا علشان كل جمهور نادي الأهلي يبقى عارف إنه إن إحنا أكاديمية النادي الأهلي هي النواة الرئيسية والنواة الحقيقية لقطاع الناشئين داخل نادي الأهلي أو للمواهب داخل نادي الأهلي خلال الفترات القادمة إسلام إحنا عندنا إحصائية إن شاء الله بعدها لك عندنا أكثر من 250 لائب على مستوى الـ 14 سنة اللي عدت دي تواجدوا في القطاع الناشئين ومنهم من لائب في الأندية ومنهم من صعد حقيقة ومنهم من انتقل إلى الأندية أخرى طبعا إنت عارف النادي الأهلي يعني الحرم دايما لفوق هتلاقي العدد بيئيلي جدا عشان حد يوصل للفريق الأول ولكن الحقيقة عدد كبير جدا من اللاقبين دلاتي متواجدين على مستوى المستوى الأندية المصرية كلها يعني وفي إحصائية موجودة من لها في الفريق الأول من لها في القطاع من لها في المراحلة السنية المختلفة إن شاء الله حاجة الإحصائية حالا إن شاء الله حاول أحسنه لأن دا كلام مهم جدا لأن خلي بالحضرات كابتن برضو أنا ناس كتيرة جدا تقول لي طيب أنا حودي أولادي الأكاديمية الأهلي ليه فأنا بقول لهم لأن أنا عارف يعني كيفية التفكير وكيفية التطوير اللي في دماغك ومع شركة الكورة مع كابتن خطيب أنا عارف اللي في دماغك وفبقول بقول يا جماعة إن الناس كلها بتروح تبص على الأكاديمية وتاخد من الأكاديمية تضع في قطاع ناشئيل اللي ممكن جدا يكون لهم النسبة الأكبر في الوصول للفري الأول وهو دا أمل ملايين الملايين الأهلوية اللي موجودة وبالتالي أتمنى من حواكت تبعات لنا دائم دائما بشكل مستمر هذا الأمر علشان نطلع الناس عليه من خلال كل برامة القناة الأهلي إن شاء الله وعيدك بإذن الله يكون في عندنا إحصائية كاملة تستطيع من صلالها كل هي جامهير الناد هي تعرف إنه أكاديمية يعني مشكلة من كل اللعبة لعشر ثلاث جالي طلعوا يلعبوا في صريح الأول لكن هناك طبعا ممرشة وهناك دور اجتماعي وهناك يعني برضو حاجات طبية الصحة في ناس كتيرا ويجيوا عيانهم عشان يكون هناك نوع من التدريب الرياضي عشان ما يحصلش يعني يعودوا في الأهاوي ويعودوا يكون لهم دور طيب كبتتشطة أنت لعبت كم مطش أهلي وزمالك من 74 لحد 82 كل مولادهلي وزمالك الحمد لله لابتا كيفية التفكير يعني يقول عشر سنين عشرة في اتنين على الأقل عشر في اتنين ما أنا بقولك على الأقل عشرة في اتنين عشرين مطش منهم منهم تسعة عشر مطش مكسب الحقيقة خلي بالك أنا متساوي معاك في هذا الأمر إن أنا متغلق أنا بقى العشرين من عشرين ما شاء الله بس أنتو كمان مطشاتكم كتكتر فيها سوبر نحن متغلق نحن كنا نعبقى الدوري خلاص دوري وكاعد دوري وكاعد بس كيفية التفكير في هذه المباراة كابتل لأنه أنا لسه دلوقتي كنت بتكلم في نقطة أنه اللعيب في ماتش لما يلعب ماتشات مهمة أو بما تبقى جاية الماتشات المهمة وعنده ماتش زي يانجا أفريكنز مثلاً وبعده ماتش الزمالك ماتش يانجا أفريكنز حتى لو أنت بتلعب بيبقى ماتش الزمالك واخد منك تفكير شوي وطبعاً وطبعاً كمان في حاجة الحمد لله كنا بنلعب ماتش يانجا أفريكنز وإحنا متأهلين فكان هناك نوع من طريقة اللعب والخطة ما تخليش يكون فيه استنزاف المجهود بشكل كبير مش عادة أقول تراخي ولكن بعد الحظر الشديد جداً عشان أنت ما تخسرش يعني اللياقة بتاعتك أو كمان تخسر اللاعبين تعوروا الفريق كانت حتى مهمة جداً والحياة أنا حلاحظتها في الأداء في رضا الفترات وفي الآخر الفريق كان بلعب بشكل متازن جداً حيث أنه ما استنزيفش قوة ودي أيته طبعاً يعني زكية جداً لكن ماتش الزمالك طبعاً على ماتش الزمالك أهم من ماتش الزمالك طبعاً أنا بس قبل ما نروح لماتش الزمالك لأنه النقطة دي تحديدة ركابت إن شطة كانوا كذا حد من الأهلوية أصدقائنا وحبيبنا وإخواتنا واللي رأيهم على دماغنا من فوق لكن الماتش اللي فات ما كانش قوي وبتاع لكن أنا قلت لهم نفس الرد العيب بتقولوا ده إن ماتش الزمالك دايماً بتبقى واخدة من دماغ اللاعيبة وكده كده إحنا متؤهلين مصبوط واضح طبعاً ويعني كانت تجربة كويشة كمان عشان تستعد المباراة بشكل أفضل تشوف ميل اللاعبة اللي تدري تشعين بها في المباراة وميل اللاعبة اللي ممكن تنزلها الشهر الثاني فالحقيقة أنا بعتقد إنه المباراة كانت برضو لها فائدة كبيرة جداً إنك إنت تستطيع إنك إنت يكون عندك على الأهل 20 لاي تستطيع إنك إنت تتحاول تشوف الأفضل إيه عشان تلعبيه دي طبعاً حياة المدرب قادر عليهم الإخدار الأفضل لأنه دي مباراة حياة تعتبر بطولة يعني أنا حاجز بس أتكلم شوية على موضوع الأهل والزمالي فضلك حين عدنا حوالي 15 سنة في صراع وعدائية مستمرة في العلاقات بين النبيين الفترة السابقة طبعاً سابقة طبعاً وإنت عارب الظروف اللي مرت بيها كنا كلنا أصدقاء أنا 90% من العديد زمالي حتى من الستينات والسرعينات والحد دلوقتي أصدقاء لكن الفترة اللي فاتت حياة كان في نوع من يعني زي ما تقول الخصام اللي موجود نتيجة الظروف مرت بيها الآن حياة الصلح اللي تم ده أنا سعيد جداً به لأنه المنعب ده عبارة عن كومبيتيشن 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 منافس لا يكون في فيرك بلاي ولا يكون اللي يبقى عارفين كويس قوي إنه دي مباراة مصر صمعة مصر في كورت القدم مصر أول دولة لعبة في الأولومبيكس في العشرين نات وأول دولة الشركة في كعس العالم 334 مصر لها تاريخ كبير جداً إحنا عادرين المغارات المغارات اللي بتلعب خارج أرض مصر تكون توري أدي إنه العراقة في كورت القدم في مصر عموماً مهمة جداً وإحنا قادرين على أن نصر يعني الدوري بتاعنا وعند يدنا في الديربي وعند يدنا في الدوري العام بشكل عمضة فإن شاء الله أتمنى من اللاعبين إنه دواء الجو مهيئ إنه تلعب كورت القدم تبرز كل الاتكانات الفنية والموجودة وأتمنى أن يكون هناك يعني فير بلاي في هاجم مباراة لأنه الآن أصبحت العلاقات جيدة جداً بزير الكفت المحمود الخطيب ومجرد الفنية الآلي والحمد لله على كل شيء إنه الأمور عادت إلى إلى ما جاريه فإن شاء الله أتوقع مباراة قوية جداً أتوقع مباراة يعني مش عايز أقول فيها فنية عالية فيها تبتيج عالي فيها ندية فيها كل فريق عايز يكسب أهى اللي يكسب يقول اللي خسر ينحر لك واليخسر يقول الفريق الكسبان جزء يعني تكون هذا الشعار هو الأساس لهذه المباراة إن شاء الله يعني نتمنى لأنه الحقيقة في ظل الظروف الرائعة الحقيقة اللي بتمر بيها الفترة زي ما حالك بتتكلم فترة محترمة جداً وكبيرة ما بين النديين وفي نفس الوقت ما قيل عن نقل المباراة الحقيقة من المستشار تركي الشيخ على 44 كاميرا وأمور كثيرة جداً وملعب على أعلى مستوى وأمور كثيرة جداً وبالتالي نحن هنا بنتكلم على كل الأمور من الناحية التقنية ومن الناحية الجماهيرية ومن الناحية المجالس الإدارات هي أمور رائعة جداً لا يتبقى إلا أننا نرى منافسة جوه الملعب لأقصى درجة يا كابتن شاط الله الحقيقة يعني الظروف اللي مهيئة لهذه المباراة ظروف تخلي كل لعب تخلي كل واحد يحاول يبرز أفضل ما عنده عشان حقيقة يعني يمكن حيلعبوا في ظروف يعني ملعبوش فيها قبل كده نتيجة هذه التقنية العالية اللي حتى قلت على دي ونتيجة إنه المباراة حيشوفها تعريباً حتتشافي كلها نحايا العالم صحيح ودي قيمة الأهلي والزمالك اللي حالك كنت تتكلم عنها دلوقتي الحمد لله لأننادي الأهلي والزمالك يعني قضباي كبيرين جداً والحمد لله أنا سعيد جداً بالحقيقة بالأمل اللي حصل حقيقة وده بيوري قدين ونادي الأهلي دايماً حريص على علاقته بنادي الزمالك والحمد لله حقيقة مجلس درم نادي الزمالك يعني بجد يعني كانت حياة لفتة بارعة جداً منهم إنهم يعني حياة نادي الأهلي راح لسان يبارك لهم في نجاح المجلس وكان استقبال هاي الحياة سيء رائع أنا الحياة كنت يعني كان نفسي يكون موجود والله في هذا اليوم إن شاء الله لك الحمد لله نادي الأهلي قادر على أن يعيد العلاقات زي ما كانت يا رب دايماً يا كابتن شطا من الناحية الفنية من وجهة نظرك كيف ترى هذه المباراة؟ الزمالك كانت مرة بفترة صعبة جداً يعني من زرقتنا من ستة شهور أو سبعة شهور الآن حياة عنده عنده مدرب شكله حياة بيعد إعداد جيد الزمالك الآن حياة بيستعيد قويته مرة أخرى عنده الحماس وعنده الدوافع لتخليه يرجع تاني في ظل الملافذ التاعت الدوري المباراة دي بالنسبة له يتمثل حياة شيء كبير جداً لللاعبين والكماهيرو والمدرب نفسه طبعاً لكن نادي الأهلي دايماً بياخذ الأمور بشكل 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 كرة قدم رحين نلعب كرة قدم رحين نؤدي عندنا الإمكانات عندنا القدرات عندنا مدرب كويس جداً عارف اللاعبين كيف يختار الخريق اللي هيلعب به بذائل كثيرة جداً عنده حياة داعبين لا لهم فترة طبيرة جداً في الساحة يلعب مباريات متتالية يعني حياة أكثر نادي ممكن والله ما سأعز أقول في أفريقيا أو في العالم العربي يلعب مباريات متتالية بذليل أنحنا في الدور العام يعني عندنا تحتملنا أو تسع مباريات قدامنا وده طبعاً شيء يعني صعب جداً إن كنت تلعب دوري وتلعب في بطولات أفريقية في دوري الكاف وفي دوري السوبر تلعب في كاسة العالم الأمدية شيء رائع لكن طبعاً عب يبير جداً على العبين الحياة فالناجل الآلي حيروح المباردين إن شاء الله عنده عنده الاستامنة وعنده الصلابة وعنده الدوافع وعنده القوة إنه يكسب البطولة دي أو المباردين إن شاء الله لأنها تمثل هي بطولة مفردة في المباردين وإن شاء الله ناجل الآلي طبعاً أنت عارف متفور في 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 حصوله على بطولات السوبر اللي كانت محلية وإذا كانت أفريقية ودي طبعاً ناجل الآلي لن يفرط إن شاء الله في أنه يكسب هذه المباردين لأنها بالنسبة له طبعاً ستخليه برضي لجع تهني الدول إن شاء الله ولي بطولات أفريقية بشكل أفضل إن شاء الله كابتن شط أنا بشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا وعلى كل أهلين شكراً جزيلاً شرف لنا كابتن تكون معنا كابتن عمين عم شط الحقيقة هو كلام مهم جداً فيما يخص المباراة القادمة قبل ما أروح لحاقة صد عايز أتكلم عن مدربنا السويسري مرسيل كولر المدير فاني لين الحقيقة عجبني الرجل ده عجبني وعجب كل الأهلوية نجح باقتدار في تخطي الفترة الصعبة هي فترة صعبة ولكن القادم دائماً يكون مش عايز أقول لحضراتكم إن اللي جاي أصعب وأصعب وأصعب ولكن الفترة اللي فاتت هي فترة صعبة ولكن بكرم ربنا وبوجود هذا المدرب مع مجموعة لاعبين أبطال قدرنا نتعدى ظروف صعبة غيابات عدد كبير من اللاعبين بسبب الإصابة أو الإيقاف أو الاستبعاد الفني نجح الحقيقة أنه يفك شفرة المجموعة الأفريقية وتأهل كمتصدر اللي الناس يقول لك إيه أصلاح يعني التفاول وتشاوب وكلام من هذا القبيل ولكن قدرنا نتصدر هذه المجموعة ونصعد إلى الدور التالي وحققنا العديد والعديد من ألقام القياسية عملية التدوير الحقيقة اللي بيعملها شكلها حلو بيستفاد منها كل الفريق كل اللاعبين بيكون عندهم فرصة تبين نفسها للجمهور أنت شايف نفسك كويس من خلال الملعب وده دايماً اللي أنا بقوله أنا شخصياً سعيد بهذا الرجل لأنه كل يوم بيعدي عليه في الأهلي بيثبت أنه مدرب قدير والحقيقة هذا الرجل لايق على شخصية نادي الأهلي وسماته للأهلي هذا المدرب لا يعرف ولا يبحث إلا عن الفوز الفوز والانتصارات وبالتالي أول ما تكسب وانتصارات تبقى إيه منصات التتويق مباشرة خلال بعض الفترات كولر تعرض لنقد ده طبيعي جداً ولكن من وجهة نظري ساعتها عندما تعرض للنقد كان هناك تصرع في الحكم على لها دايماً كنت بقوله حضراتكو أصبروا إن الله مع الصابرين لأنه هذا الرجل كل يوم بيثبت إنه مدير فني على مستوى عالي ويستحق المكان الحقيقة اللي بيقود فيها فريق بحجم النادي الأهلي لأنه فاهم وعارف يعني إيه يختار قيمة ويعني إيه تشكيل الخطة اللي محطوطة بتبقى على حسب المباراة الرأي الأول والأخير ليه بالمناسبة في كل شيء في كل شيء وده دايماً نابع من إن عندنا أقدارة في ظهر الراجل الراجل عايز يسافر للأربع يسافر هو ده وجهة نظر وبنقوله إنه أنت سافر التلات أفضل أو الاتنين يقولك لا لا خلاص هو حر كل يوم عن التالي بنثبت إن هذا الرجل أو رجل ده بيثبت إنه هو واحد من المداربين أو من المداربين الفنين الجيدين مش مجرد كلام الحقيقة مرسل ولكن في هذه النسخة في دور الأبطال ندي الأهلي لم يخسر لم تسكن مرما إلا هدف واحد الحمد لله إن شاء الله ربنا يكرمنا ونستطيع أن نتوج باللقب أو بالبطولة رقم 12 إن شاء الله منتظرين منه الكتير والكتير خلال الأيام القادمة طيب خلينا نذهب بقى إلى فقرتنا الرئيسية فقرة حائد صد يعني يمكن أنا قلت لحضراتكم طول الأسبوع اللي فات طول الأسبوع اللي فات إنه كل ما تقترب مباراة القمة كل ما هتلاقي ضرب تحت الحزام زي ما بيقول ويعني إيه أصله سامة أبو علي ما ينفعش والله العظيم حد قال كده أنا سمعته بوداني ده بالصدفة بقلب بالليل سمعت حد مودست ما ينفعش يعني من الأسبوع اللي فات كان مروان عطيه والكلام كان على مروان لكن هتلاقي البعض من من لا يشجع نادي الأهلي بيحاول يهدم عزيمة وثقة لعبت نادي الأهلي وفريق الأهلي بشكل عام أنا الأسبوع اللي فات والأسبوع ده مش هتكلم غير في هذا الأمر الحقيقة لأنه بيحصل وبيحصل كل يوم خرج علينا الكام فترة اللي فات الدول المبارح وأول المبارح بعض اللاعبين السابقين ده ده اللي بيزعلني ده اللي بيقهرني الحقيقة لأنه أنا عندما أتكلم وأنا راجل لعبته كورة ببقى عارف إن أنا بقولي هما طبعا ما بيشجعوش وبيحبوش النادي الأهلي ولكن قالك إنه سمعته علي ومودست ما يصلحوش للنادي الأهلي طيب ببداي أنه حضرتك شغل بلك ليه تتكلم عن فريقك اللي بتشجعه ليه بتتكلم عن نادي الأهلي إذا كان هناك انتقاد انتقد إن هو مش عارف يتحرك مش عارف يعمل بتاع وبعدين آخر السنة إذا أردت أن تقيم فمن المفترض أن أنت حتقيم آخر السنة ما بتقيمش ماتش بماتش هو هو سام لعبة دي سام لعبة مباراة وتصابت تانية ولعبة الحمد لله المباراة السابقة ولا هو حضرتك ما ينفعش تتكلم عن نادي الأهلي إلا بأن أنت تقطع وتخبط وتنتقد فقط وبعدين أنت ما ينفعش أساسا تتكلم عن نادي الأهلي إن أنت لا تعلم أي شيء داخل نادي الأهلي مودست أرقام واضحة من رغم من الهجوم عليه يعني أو من انتقاده في بعض الأوقات ولكن أرقام أنا دايما أنا جماعة بعصد حد ناس تقولك يا استبت جماعنا ولا بطبل ولا بعمل ولكن هذه هي الحقيقة لما تيجي تجيب الأرقام الأرقام تبين لك وتوضح لك كل حاجة عندنا رأس حربة جيد أهداف حاسمة في فيوتشير مثل فإذا كنت تريد أن تقيم فمن فضل حضرتك تقيم بالأرقام مش مجرد كلام مرسل وخلاص ده بالنسبة للمودست بالنسبة لوسام الحقيقة أنا كل الناس اللي قعدوا كنت عملت انترفيو مع وسام الحقيقة من حوالي شهر ونص شهرين أول ما جه بعد الانترفيو ده قلت أن وسام أبو علي هيبقى واحد من أفضل المهاجمين اللي هيلعبوا في النادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية لأنه عنده حماسة داخلية تتناسب مع النادي الأهلي ومع اسم النادي الأهلي ما شفتهاش مع حد كتير يعني وسام نجح في المباراة التانية لأنه هو يسجل هدفين وطرق وطرق بصمة سريعة جدا بعدين حضرتك مع احترامي لي كل الناس والمحللين بتشيد بوسام المفروض أن أنا صدقك يعني ولا أعمل إيه كلام حضرتك معروف أغراضه إيه رأي حضرتك معروف ليه ولأنه رأي بعيدا عن النقد ونابع عن أهواء شخصية ونابع عن مباراة الزمالك القادمة فقط أنه إحنا عندنا ماتش أهلي وزمالك فأنت ما بتحبش الأهلي فاضرب فيه علشان ماتش اللي جاي وكل الحاجة بتوصل تحب أقول لك تحب أقول لك في كم لاعب لا يستحق اللعب الفريق اللي أنت بتشجعه والله ما حنخلص والله ما حنخلص موضوع آخر الناس اللي عمالة تتكلم عن الخسائش أنا معرفش الناس اللي بتجيب الحسابات منين سايبين إيه يقولك سايبين البطولات والأرقام الرائعة اللي بيحقق هالنادي الأهلي وبيتكلموا عن الخسائش وحضراتكم معاكم العقود عمالين تضربوا أي كلام في أي أرقام وبتحسبوها بالورقة والألم النادي الأهلي للمرة المليون هو عنده ميزانية تفوق الوصف إحنا لما بنتعقد مع لاعب بيكون بناء على احتياج مدير فني ما بنجيبش لعيبه خلاص بناء على احتياج مدير فني ووجهة نظر فنية واضحة مش كمالة عدد مش إحنا ما بنتعقدش مع لاعب عشرين لاعب في الموسم ومشيهم في نص الموسم اللي بعده يا جماعة اتقل لا في كلامكم اتقل لا في المعلومات اتقل لا في الأخبار اللي بتقولوها للمشاهرين اقسم بالله الأرقام اللي أنا سمعتها هي ليست صحيحة بالمر ولا أحد أنا معرفش هذه الأرقام ولكن أنا فيه رقم اتقال قدامي على لعب معين أنا عارف الرقم من اللعب نفسه من اللعب المفروض اللعب بيبقى يكبر لا أنا عارف الرقم الحقيقي من اللعب فخلي بالكو يا جماعة اتقوا لا اتقوا لا في كلامكم زي مثلا وهي رسالة للاعب تم طرده من الأهل من أيام ما كان في خطاعات النشيين هو عارف تم طرده دي مش هتكلم في هذا الأمر إنه حاجات ما ما قدرش هتكلم لكن بعيدا عني يعني ولكن اللعب ده اللي تم طرده حاول مرارا وتكرارا العودة لنادي الأهل وخصوصا لما لعب للفري الأول ولكن كل محاولاته فشلت نضم الأحد الأندية المنافسة وعشم نفسه إنه حياخد بطولة ولكن ما خدش تصدم لأنه الأهل خد الأخضر واليابس في هذه الفترة فهو من هنا بيكره النادي الأهلي فمثلا تقالك يقالك فيه لعبة مش مهم تلعب في الأهلي المهم تكون موجودة على الدكة وتاخد البطولات طب ما تشوف نفسك لا خدت بطولات وانت بتلعب ولا انت على الدكة دكة الأهلي حتى ما رديدش بيك يعني قلنا عشان تيجي نجيبك رقم اتنين أو تلاتة لا مش اتنين ثلاثة كمان في مركزك تم رفضك حتى عشان نجيبك رقم ثلاثة والله بجد موضوع واضع معروف يعني فهو مهم وفاكر إن الأهلي وجماهيره مركزين معاه وهم حدش بيشوفه يعني هو بقية العيلة هو ياخد اتجاه يهاجم النادي الأهلي للنهار عشان ياخد رضا جماهير للمنافسة ولكن هو مكشوف واعتقد إنه هو يعني لا مكان ولا مكانة ولا تاريخ ولا اي حاجة خالص معروف مثل هؤلاء الأشخاص معروفين وأنا بقول لحضراتكم إن هذا الشخص اترد من نادي الأهلي مش هقول ليه يعني لأنها حاجات أنا ما يصحش إن أنا أتكلم فيها وحاجات بعيد عني تماما يعني مش في هذا البرنامج نقدر نتكلم في مثل هذه الأمور ولا في أي قناة الأهلي ولا في غيرها المفروض يعني ولكن من ناحيةنا احنا لا فمن فضلك خلي بالك من كلامك من فضلك لما تيجي تتكلم عن النادي الأهلي وعن جمهور النادي الأهلي وعن لعبة النادي انتقد أنا ما بقولش لا تنتقد انتقد ولكن انتقد أداء فني انتقد قول إن فلان الفلاني ده ما بيعرفش يرفع أوفر فلان الفلاني ده ما بيعرفش يعمل مش عارف إيه انتقد تحركاته في البلعب ده حقك انت راجل على يعني لعبة كورة مش هقول لا لعبة كورة ولكن بهذا الشكل وبهذه الكيفية وبهذا الوصف خلي بالك من كلامك ونلمرة الأخيرة بنقول هذا الكلام بعد كده هيبقى عندي كلام تاني خالص أقدر أقوله ونشوف إيه اللي هيحصل في هذا الأمر وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير حنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية ومن بعد هذا التقرير فاصل ومن بعد الفاصل هنستقبل النجب الكبير كابتن عادل طائمة في ضيافة البيت الكبير أغلق الجهاز الفني للمارد الأحمر بقيادة المدرب مارسيل كولر الملفة الإفريقية مؤقتا والاستعداد الأمثل للمواجهة المرتقبة في كلاسيكو العرب أمام الغريم التقليدي الزمالك في نهائي كأس مصر يوم الجمعة المقبل منح الجهاز الفني اللاعبين راحة من التدريبات على أن تستأنفى يوم غد وفق البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني نجح لاعب منتخبنا الوطني لسلاح الشيش للشباب تحت سبع عشرة سنة في تحقيق ثلاث ميداليات ببطولة إفريقيا للسلاح للناشئين والشباب وخمس عشرة سنة المقامة في القاهرة كما حقق منتخبنا الوطني للشباب لسلاح سيف المبارزة ثلاث ميداليات للشباب لسلاح سيف المبارزة كما تصدرت مصر الترتيب النهائي لبطولة إفريقيا للسلاح شباب تحت سبعة عشر عامة برصيد ست عشرة ميدالية خمس ميداليات ذهبية وأربع ميداليات فضية وسبع ميداليات برونزية أعلن نادي النصر الإماراتي تمديد التعاقد مع المدرب الهولندي ألفريد شرودر لموسم آخر بعد الأداء المتميز للفريق تحت قيادته وجاء أعلان تجديد التعاقد لمدة عام إضافي وتعاقد النصر مع شرودر في نهاية نوفمبر الماضي وقاد المدرب الهولندي العميد في تسع مباريات حتى الآن في جميع المسابقات حقق فيها ستة انتصارات وتعادلا واحدة وخسر مبارتين محققا نتائج إيجابية غابت عن النصر لفترة طويلة بات ماركوس راشفورد نجم منشستر يونايتد ثالثة هدفي دربي منشستر في صفوف فريقه بعدما سجل الهدف الوحيد في شباك منشستر سيتي منذ ساعات في اللقاء الذي انتهى بفوز السيتي بثلاثة أهداف ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدور الإنجليزي الممتاز ووفقا لشبكة أبتر الإحصائيات فإن قائمة هدفي منشستر يونايتد التاريخية بالدربي تصدرها واين روني بثمانية أهداف وأريك كنتونا وصيفا بسبعة أهداف أصبح باير ليفركوزين أول فريق يتقدم على بايرني ميونيخ بفارق عشر نقاط في الدور الألماني منذ بروسيا دورتموند في نهاية موسم 2010-2011 وذلك بعد الفوز على كولين ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من المسابقة وبهذا الفوز حلق ليفركوزين في الصدارة بفارق عشر نقاط بعد أن انضم لقائمة الأندية صاحبة أطول سلسلة بلا هزيمة في أوروبا خلال السنوات الأخيرة بعدما قدم فريق المدرب تشابي ألانسو مستويات رائعة في مختلف البطولات التي شارك فيها خلال الموسم الجاري لوصوله للمباراة رقم 33 على التوالي بدون هزيمة في مختلف المسابقات كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني استقرت على إنهاء التعاقد مع توباس توخيل المدير الفني للفريق حال الخسارة أمام لاتسيو في دور أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل في مباراة الإياب خاصة أن لاتسيو كان قد حقق الفوز على البايرن في الذهاب بهدف دون رد وكانت تقارير سابقة أعلنت أن نادي بايرن ميونيخ سينهي اتفاقه مع توخيل بنهاية الموسم الجاري بناء على اتفاق مشترك بين الطرفين كشف نادي فالنسيا تفاصيل إصابة مدافعه مختار دياخابي في مباراة ريال مدريد التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدور الإسباني إثر تدخل قوي من أورلين شاواميني وأكد نادي فالنسيا تعرض مختار دياخابي لخلع في ركبته اليمنى وأنه لا يزال في المستشفى للمراقبة السريرية وينتظر المزيد من الاختبارات فيما أكدت تقارير أن غيابه قد يستغرق عاما على الأقل حقق ليونيل ميسي نجم إنترميامي الأمريكي رقما قياسيا تاريخية بأصوله لهدفه رقم 500 بعد قيادته فريقه للفوز على أورلاندو سيتي بخماسية نظيفة في اللقاء الذي جمعهما بالجولة الثالثة للدوري الأمريكي ووصل ميسي إلى الهدف رقم 500 طوال مسيرته الكروية في بطولات الدوري التي خاضها طوال مسيرته خلال 586 مباراة حيث سجل 474 هدفا في الدوري الإسباني مع برشلونة و22 هدفا في الدوري الفرنسي لصالح باريس سان جيرمان ورفع الآن رصيده في الدوري الأمريكي لكرة القدم إلى أربعة أهداف مع انتر ميامي أعلن نادي أتلاتيكو بارانانسي البرازيلي قالت مداربه الكولمبي خوان كارلوس أسوريو من منصبه وأكد النادي البرازيلي أن أسوريو لم يعد مدربا للفريق كما رحل الثلائي جون ماريو أرانجو وفرانسيسكو يوني لندونيو من الجهاز المعاون وكلف النادي البرازيلي ويسلي كارفاليو وجوكا أنتونيلو بقيادة الفريق بشكل مؤقت حقق المدرب الكولمبي سبعة انتصارات من الثة عشرة مباراة بجانب أربع هزائم وتعادل وحيد أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين خلوني أرحب بضيف وضيف حضراتكم في هذه الفقرة نجم كبير كابتن عادل تايم كابتن إسلام ربنا كريم وسهلا بحضراتك وموجود حضراتك معنا وكل سواء حيب طيب دايما بخير كده خليني أبدأ مع حضرتك والأهل ويانج أفريكنز المباراة انتهت على خير الحمد لله لأنه أهم ما يميز هذه المباراة خروج لكل اللاعبين الحمد لله بخير لأنه أنا كنت لسه بتكلم في المقدمة وكنت بقول أنه مثل هذه المباراة بتبقى التفكير في المباراة الزمالك اللي هي اللي جاية في كاس مصر أو نهاية كاس مصر بيكون هو تفكير الغالب أو يعني بيبقى فيه جزء رائع من دماغ اللاعب للمباراة اللي جاية رأي حضرتك بردو في هذا الأمر أعرف بسم الله الرحمن الرحيم بداية المباراة من بدايتها أنا طبعا شوفنا الكور قد مباراة طيبة جدا مع البلدية ونزل عناصر كلها سرعات ولعب بطريقة مختلفة تماما عن يانج أفريكنز صحيح لو تلاحظ المتش بتاع البلدية ما كانش بيعمل استحواس في نص الملعب كان بلعب كورات طويلة على طول صحيح لأنه عارف أن البلدية بتعمل عملية غابة على التسلل خط وبعدين كسافة في وسط الملعب خمسة في وسط الملعب واربعة وطبعا عشان يتدرب التسلل هتلاقي جول أولاني رامي عملها بالسام الكل الثاني إمام عشور وسام أسف وإمام عشور عملها للرضا فكان بيدرب نص الملعب بكورات طويلة والشط التاني ابتدى يعمل عملية الاستحواز وعملية الاختلاق من الأطراف وابتدى يستغل السرعات سواء رضا أو كريم أو وسام فطبعا الراجل ده زي ما أنت قلت راجل عبقري جدا ولو تفتكر إحنا حدثنا مع بعض أول الراجل ده ما جاه قلنا المقدمات بتاعت الراجل ده بتقول إنه مدرب مدرب محترم عارف يعني إيه قيمة شغله الحاجة التانية تحس إنه هو معجوم فعلة الأهلي ده بيخاف على الدولار مش عايز يعني تخيل بقى بيخاف إنه يجيب لاعب أنا ناخذ دلوعتي بقى كتب فالماتش اللي ينج أفرنا إذا هو الحقيقة المباراة ابتدى بيها هو عارف إن التيم بيلعب بعمف شوية هيلعب بحذر هو برضو قبلهم بنفس الأداء برضو بنفس الحذر وكان ابتدى يرجع بيرسيتاو وإحسين الشحات ابتدى يرجع مودست في وسط الملعب استمر على الأداء اللي هو معاه لكن كان فيه كريم ندفت كان أعتقد كان مصاب فطبعا ما ابتداش به لكن ابتدى يرجع كوكا ابتدى يرقى إمام عشور ابتدى يتابع مع عمر السلية في خط الظهر ابتدى يقول لك أكرم يا أكرم ابتدى يخد هذه وظيفتك في الجارب اليمين عايزك تبقى نوع من أنواع الدفاع والهجوم اللي أنت معودنا عليه أدى مباراة طيبة جدا الحقيقة فالشوت الأولاني كان فيه حزر من الفرقتين على أساس أن التعادل بيحفظ على كل فرقة في المكان بتاعه الشوت التاني هو ما رضيش بالأداء ده لأن أنا كراجل مدير فاني للنادل آلي وبقيمة النادل آلي لابد أن أنا المباراة بتاعتي دي لازم ألعبها على المكسب لأن أنا عمري في النادل آلي ما هلعب على التعادل أو هلعب علشان أطلع ببنط دي طبعا عمرها ما كانت لا في شخصية النادل آلي ولا في تكوين النادل آلي الشوت التاني كان فيه نوع من أنواع يعني إزابة الإقاع فيه شدة شوية على أساس أنه برضو فيه ناس ما كانتش بتأدي الواجب الدفاعي بتاعها ابتدى الواجب الدفاع والهجومي حسنا الشحات اختلف تماما في الشوت التاني وشوفنا من أول ديها بيحرز هدف وكان فيه هدف تاني كان ممكن جدا لو صبه العالم معلول كتب الهدف التاني صحيح وهكذا في ديها 65 ابتدى يدفع بعناصر التانية الحاجة التانية برضو هنا بتحرير تكامل ماتش البلدية هنا تكامل على ينجي أفريكا اه فالماتش اللي فات الماتش اللي فات على طول ابتدى طبعا طاهر اللي كان متأثر جدا في ماتش البلدية ابتدى يديله في توقيت معين بحس أن أنا بقول له طاهر يعني تزعلش تزعلش لأن دي يعني الدائرة شغالة وكل واحد لعيب عندنا ما فيش تيم أساسي وتيم احتياطي أنا عندي في كل مركز في واحد واثنين أنا بقدر الإمكان بحاول أن أنا أدي لك الوضع بتاعك في التوقيت المناسب علشان تظهر بأفضل صورة فعيه ودي وظفتي كمدير فني فعيه الشوط التاني طبعا كان أداء أكثر من رائع الحياة استحواز مع كرات عرضية فرص كتيرة جدا كانت بتروح لكن الحمد لله النتيجة كانت المكسب كان مهم جدا والحمد لله أن احنا عضينا العقبة دي بدون خسائر وفي نفس الوقت استعدادا للمباراة القادمة لكن برضو احنا تعودنا برضو في الندر الآلي أنك أنت وانت بتلعب في أفريقيا ما بتفكرش في اللي جاي لكن انت بتخلص بطولة على طول بتخلص البطولة بتقفل وعلى طول بتشتغل على المطولة التانية على طول يعني بمنتهى السرعة ومجرد ما المباراة خلص التاني يوم تدريب العناصر اللي هي كانت أدت في استشفاء العناصر الأخرى ترت تاخد تدريبات متنوعة إلى جانب طبعا دراسات الفيديو وبيدرس حاليا الماتش اللي جاي بتاع يوم الجمع كابتل رأيك في مستوى بقى الندي الأهلي بشكل عام في دور المجموعات في البطولة الأفريقية والله كابتل انت عندك 12 بونت اكتر لعبة لعبة ماتشات في خلال في العالم كله احنا متقل انت لعب كاس عالم أندية قطولة أفريقيا الدور الأفريقي متشات في الدوري في أفريقيا لعبة ماتشات كتير قوي صحيح فلولا أنه بفضل الله الإدارة بتعرف تختار المدير الفني بروية وبتوفيه من ربنا طبعا انت لما تختار موسيماني في توقيت معين كان توفيه من ربنا وكان اختيار الأسباب بتاعته انت حاطط صحيح الماتش اللي فات ده مدرب الكولر طبعا تحس انه هو من يوم ما جاء خد يعني أول مرة يتحصل له في حياته انه طبعا في أوروبا تعرف الدورة ان لانتظام بطولة الدور الأفريقي أو بطولة الدور الأوروبي أو كده بيبقى فيه نوع من النظام في الجداول والحاجات هو طبعا فوجئ ان انت هنا في مصر عندك خمس مطلات وعندك مسافات طويلة وعندك وكاس عالم أندية وأفريقية وبعدين بطولة مستحدثة الدور الأفريقي يعني كلها حاجات كانت لا يمكن تبقى في الحسبان الرجل من أول يوم ابتدى العناصر الجديدة اللي هو بيطالب بيها عناصر قليلة جدا لأنه عارف انه هو جاي مش علشان يشتري وخلاص بمجرد الشراء لكن عارف ان اللعيب اللي عنده ممكن هو يستخرج منها أقصر طاقة وأقصر جدية ويطلع من كل واحد أقصر ما عنده صحيح وده اللي هو بيشتغل عليه وتحس ان النهاردة في كل مركز فيه ثلاث لعبين وكلهم على درجة عالية جدا من الكفاءة ورايبين جدا من بعض لا بيفرقش حد عن حد بالعكس لما تلاقي كريم مع بيرستاو مع حسين الشحات مع طاهر كلها فروق فردية ريدا سليم في وسط الملعب نفس القصة خمسة أو ستة وبيرستاو فتحس انك انت كلهم وقفين على رجليهم محدش منهم متأخر أو حد انت هتفاجئ انه هو جاي من بعيد علشان تلعبه في ماتشات ودي طبعا دي ميزة اعتقد انه هو وجدها وجدها في اللعيبة وتحس ان كل اللعيبة راضيين بالوضع ده لان الوضع ده بيخليهم كلهم على قلب رجل واحد صحيح كابتن تلت فرق الحقيقة سنبا التنزاني مازنبي الكنغولي والترجي التونسي اليوم تفضل لمواجهة اللي بعيدة عن ان احنا نلعب مع اي فرق ولكن تلت فرق من وجهة نظرك انا عارف ان عنك متابع جيد لكل المباراة لكن سنبا بمستوى مازنبي بمستوى الترجي بمستوى وانا شوفت مباراة كابتن ماتش الترجي الحية كان ماتش قوى جدا واحد سفر اه واحد سفر بس يعني بيلعبوا الهلال السوداني كان بيلعبوا بعنف غير مبارا يعني عنف غير طبيعي بالله عنف اهو الهلال الهلال ضغط جامعي طريقت لعبهم اه فدي طبعا انا الليلة شوية الليلة شوية لكن كانوا سيطارين وبرضو بيلعبوا بعنف وبعدين برضو فيه عناصر جديدة الراجل المدرب ادخال على فريت الراجي اللي هيفرق معنا يا كابتن ان انت مازمبي في ماتش هناك الملعب اه اقل اسوأ شوية اسوأ شوية اسوأ لا افضله لا تفضل مازمبي بسبب الملعب لكن لكن لجانب طبعا السفرية بتبقى اطول اطول ف يعني ان شاء الله يعني ما يكونوا بعيد عننا على الرغم انهم فنيا فنيا اقلهم اقل اقل من التراجي ومن سيمبا ومن سيمبا اكي ف اكيد الملعب والسفرية الملعب والسفرية والملعب طبعا ديك بتشوفه يعني الخط كده والجمهور يعني بين اللي بين وبين الخط وبعدين اي حكم بيروح هناك بيبقى تحت ضغط جامع جدا صحيح شوفناه مع مع بيراميدز كان الحكم كان غير موفق وكان هناك ضرب الجزاء واضحة ما تحسبلش الشوط الأولاني لكن ايا كان اللي هيجي ان شاء الله احنا قادرين ان احنا بإذن الله تعالى نوصل للفاينال وناخد الفاينال بإذن الله تعالى ان شاء الله راتبهم لي يا كابتن كده تلاتة مازمبي سيمبا احب ان سيمبا ترجي مازمبي سيمبا ترجي مازمبي تقريبا يعني كل الاهلوية رحين في هذا الاتجاه بس يمكن كله قال لك مازمبي احسن لانه ولكن وجد نظر الملعب والمشوار الحقيقة الملعب والمشوار وبعدين شوح اردت ملعب بس انت بتاع بس هو الميزة فيهم يا كابتن بيبلعبه كورة كورة في ملعب مازمبي دي بتبقى صعبة لا 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 عشان تسيطر عليها صعب جدا الملعب صلب جدا حتى هم ممكن يكونوا قادرين على السيطرة ماشي لانه حافظ متحودين عليها لكن انت برضه لو حتروحه بعدين هو رجل بيتبع سياسة اليوم الواحد او اليومين في السفر دلوقتي لو تاخد بالك وبالتالي مش هيبقى عندك الفرصة ان انت حتى غير يدوبك التمرين اللي هي خمسة على اثنين وخلاص وبعدين الملعب او اصلا كان بتعراك بي او حاجة حتى تلاقي الخطوط بتاعته معمولة بالعرض ما كانش ملعب كورة فلا ارضية الملعب لكن اذا انت روح تلعبت برضه حتى لو حصل ومازمبي طلعت معانا فبرضو الماتش اللي هناك ممكن احنا نلعب لان احنا مفروض نلعب هناك الاول اه اعتقد ان احنا لو قفلنا الملعب كويس وعملنا المرتدة وعندنا سرعات قدام كريم وغرضة ووسام اعتقد ممكن نضربه بضربة قوية جدا هناك حتى لو طلعنا تعادل او كسبنا واحد سفر الماتش التاني على ملعبنا هنا اعتقد انه تصيد اه فكل الاحوال نادل اهلي نادل اهلي البطل بلعب اي حد لكن بالترتيب الملعب والسفرية وكله كل الحاجات تتومس احطت ال كل حاجة كل حاجة بحيس ان مش فنيهم فقط اه مش فنيهم طبعا ملعب والسفر كلام ده كلها بتفرق وبالذات ان كل ارد بحب دايما نسافر كابتين قبل الماتش بـ 48 ساعة ودي طبعا دي حاجة انا بحسبها له لانه بحسبها له اه لانه في ناس تقولك طب ليه ما تسافر بدري هو مش عايز تعمل تدريبات كتيرة في السعودية مثلا اه اه بيكون هناك الجالية المصرية وكلهم عند الفندق وعشان تنزل والجماهير يعني هياخد من تركيزك هياخد من تركيزك الى جانب تدريباتك بس انا بقول السعودية ماشي انا معا ان السعودية سفر قبلها بيوم او بيومين لانه خلاص هما ساعتين والدنيا وزي ما حاجة بتقول كده لكن الفرق الافريقية انا محتاج ان انا سفر ثلاثة يام عن قال هو هنا بقى عنده الاستشفاء عنده التقويات هنا حيقدر يعمل كل الحاجات هناك صعب ان هو يعملها وبعد انا بروح يوما الاربع الصبح بتمرن وبطلع وعمل بكمل الاستشفاء التاعي صح الخميس تمرين قفيف وبعدين انا مش هلحق انا يعني يبقى فيه اجهاد ولا حاجة وخاصة ان انا الاسبوع ده هل بتكلم بشكل عام ولا الاسبوع ده بس بشكل عام والاسبوع ده كمان يعني بشكل عام هو بيحب يسافر دايما علشان تمانية واربعين ساعة تمانية واربعين ساعة زي من الماتش اللي فات او الماتشات اللي دايما بيبقى فيها نتيجة اخر حاجة مديامة اللي سافر ابلاد تمانية واربعين ساعة وحصلت اللفة لفة الموضوع الطيارة والحاجات دير كلها ومع ذلك والله الحمد والله الحمد ما اثرتش على الابطال بتوعنا ونزلوا عمرو جيم عالي جدا على الرغم برضو النتيم ده من التيام اللي هي عندهم شكور عندهم حماس شديد وعندهم التحامات قوية لكن هو الحقيقة بيئيس بالثقافة بتاعتنا صحيح هو عارف لما يروح السعودية في ماتش الزمالك هيبقى فيه يعني نوع من عدم التركيز الى جانب طبعا انتهينا في الناد الآلي تدريبك صحيح متبقاش بعيد عن قصرتك برضو متبقلك فترة على طول بعيد عن قصرتك فكلها دي حاجات هو بقى ابتداء يحسبها عملية الاستشفاء عملية التدريبات المنوعة عايز يعمل تدريبات تخصصية عايز يعمل تدريبات علشان هو عارف نقاط القوة والضعف في نادي الزمالك بالعناصر الجديدة اللي انضمت ليه اللي انضمت لنادي الزمالك وبالتالي انا اتوقع الرجل هلعب بأين التشكيل النهاردة الماتش تأجل بتاع الزمالك وكان مافروض انه هو تأجلش لتلغى خالص او تلغى يعني اعتقد انه هو بيتوقع اللي ممكن التيم اللي هو يقابله بيه لان هو الحياة تتكلم بالتالي يعني متش الزمالك لكن بما اننا بنتكلم هل حضرتك شايف ان اللي قالي قادر على الاحتفاظ بهذه البطولة في ظل انه هو الحمد لله ربنا كرم وصلنا موضوع التفاعل والتشاوم هل حضرتك شايف الناس يقولك احنا عايزين نوصل للمركز التاني علشان احنا بناخد البطولة في المركز التاني في المجموعة شوف يا كابتل دايما الانسان مننا او الانسان المسلم مننا ما يعرفش يعني حاجة تشاؤ انا متفائل حتى في المكسب في الخسارة حتى في الخسارة بيبقى ربنا شهيل لك حاجة فانت وانت كسبان وانت كسبان بتتقيم نفسك وبتبقى متفائل ان الجاي افضل حتى لو لقدر الله حصل اخفاك او اي حاجة بدرس ايه اللي حصل وايه اللي حاجة اللي انا كانت سلبية بالنسبة لي وانا ما قدتهاش صحيح وبالتالي انا دايما متفائلين اه فحالك شايف ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا انا استطيع ان احنا نفوز بهذه البطولة نادل اهلي باذن الله تعالى ان شاء الله ما فيش شك في ذات لان انت السياسة اللي الراجل بيتبعها بيخلي دكة البودلاء قوية جدا وبيخلي التغييرات دايما مؤسرة صحيح خاصة بقى لما بيخش بيبقى عندك دولة دي تلاتة روس حربة والتلاتة مميزين وما بيخش الكهرباء بعد مش عايز اقول ارصى لكن بيقول له يا كهرباء انا عايزك تضغط على نفسك في الفترة دي لانك انت بتتمرن كويس او دلوقتي ورح مديله واحدة كده انت نمرة ثلاثة وطبعا مليون في المية هو مش نمرة ثلاثة مليون في المية انما هو بيديله دي علشان عارف ان الكهرباء دايما محتاج تحفيز ودايما محتاج يبقى عنده حاجة في دماغه كده تطلع بحيث ان هو يقدي اقصى ما عنده وزي ما شفناها بعد ست سبع شهور ما كانش بيمارس كرة قدم وبعدين لما ابتدى يديله في افريقيا وفي الدولة خلاص بقى دفع الغرامة كمان يعني وكمان دفع الغرامة لا دا ايامها بقى ايام المبتدى الرجل دفع به والعيامه في راس حربة مش مكانه وشفنا قديل الاهداف الجميلة والاداء الرائع صحيح فده نتيجة ان هو كان عنده الدافع فانا النهاردة برضه بقوله انت نمر ثلاثة علشان ايه علشان اديله الدافع انك انت ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية والماتشات اللي بعديها عايز كهرباء يبقى نمر واحد مش نمر ثلاثة ان شاء الله مباراة للأهل والزمالك هو مباراة مهمة جدا اهلا نسألا بحضراتكم مرة اخرى كابتن عادل كيفية التفكير في مثل هذه المباراة مباراة اهلي وزمالك مهما كانت الامور مهما كانت الظروف مهما كان مستوى الاهلي ومستوى الزمالك ولكن دائما الامور مختلفة في هذه المباراة مع الاسماء الكبيرة جدا سواء في النادي الاهلي او في النادي الزمالك القايمة الموجودة في النادي الاهلي حاليا الدفع دي على مدى اجيال النادي الاهلي الدفع دي الحقيقة عندهم من الخبرات ومن الامكانيات ومن التحضير لكل مباراة مع الزمالك عندهم الخبرات اللي تؤهلهم نيبقاريين المباراة وعارفين بدايتها ايه وتمرينها ايه ونومها ايه وأكلها ايه وتركيزها ايه لا فيه تركيز عالي قوي ولا فيه يعني نوع من السلبية لا كل الجيل ده مش محتاج المدير الفاني ان يقوله هتعمل ايه كل ما هناك انه هيتطلب منه بعض حاجات معينة في الملعب ودي ال 18 او ال 20 واحد الموجودين واللي هيبقوا في التشكيل كل واحد عارف دوره ايه خلال الاسبوع ده من خلال الاسبوع ده كلر هيبقى محتار جدا لانه تيم الزمالك حاليا تحس انه ما فيش تشكيل ثابت ممكن انك انت تلعب به وبالتالي هيبقى عنده مع الجهاز الفاني كلر مع الجهاز الفاني بيحط كل الاحتمالات اللي هي ممكن هيقابل بيها الناد الاهلي وبالتالي هيبقى عمل حسابه مين اللي ممكن نلعب في خط الظهر مين اللي ممكن نلعب في حراسة المرمى في وسط الملعب المهاجمين الاطراف بحيث ان انا لما اجي ابدأ المباراة بقى انا نحضر لها قبلها باسبوع عارف انا بعمل ايه وإيه الي من ممكن اننا اه استغله كصغراتary ان انا ممكن اننا ام Young اننا محتاج سرعات من الاطراف اللي محتاج لعيبة بتحيح حسين وبيرسي او او يبقى كريم ورضاه رضا كل الحاجات دي ممكن جدا أن أبتدي بلعيبة معينة وأنهي بمجموعة تانية بحيث أننا المباراة دي هي مباراة واحدة وبالتالي أنا لازم ما بقاري نادي الزمالك هيلعب بقاني تشكيل مدرب نادي الزمالك لسه كنت أسأل حضرتك نادي الزمالك اختلف قبل جميز على ما بعد جميز من وجهة نظرك فنيا طبعا لا طبعا هو الراجل لسه بيدور على تشكيل ثابت لأنه يعني يعني ثلاث مباريات بثلاث تشكيلات معينة مطالفة فكلها حاجات بتقول أننا لسه لدرجة أننا في ماتش ملاعب ثلاثة صناعة لعب في ماتش واحد عضلة وناصر وشكبال صح وطبعا عنصر السن مهم جدا خاصة أنا بيكونوا بيلعب في وسط الملعب طبعا عمل السن بيبقى مهم جدا وعامل الجانب الدفاعي والهجومي بيبقى مؤثر جدا طبعا طبعا وبالتالي كل الحاجات دي لن تفوت على كلر كلر هيبقاري وعارف إيه اللي ممكن يلعب في نص الملعب وانا سيطر عليه ومين اللي ممكن أبتدي بيه في وسط الملعب كل المقدمات دي الرجل هيشتغل عليها من بكرة النهاردة أظن كانوا أجازة أجازة من بكرة إن شاء الله من بكرة تمرين اتنين تلات والاربعة تمرين الاربعة تمرين هنا الاتنين والتلات تمرينتين في غاية الأهمية بالنسباله وبعدين في الكرة زي ما أنت عارف كابتن بيبقى فيه نوع من أنواع التجسس أو يبقى عندي عيون بتفكر وبتشوف إيه اللي بيحصل في التيم المنافس بحيث أن أنا أعرف الأخبار اللي هي ممكن تفدني في التشكيل بتاعي وبعارف إيه اللي ممكن التيم التاني هلعب بأي شكل ومين اللعبة اللي هي هتلعب وبالتالي برضو في الكرة السابتة بإيه اللي بيحصل في بداية المباراة أنا محتاج إيه من المباراة ديت هل أحتاج أن أنا أعمل عملية الضغط لأن أنا آآ تيم الزمالك في بداية المباراة معاً لنت شايفه كابتن نعم معاً لنت شايفه معاً لدي الزمالك آه إن أنا وانا أعب أتفرج معاً لدي الزمالك بأنه 3-4 مطشات صحيح بتاعة من مدرب جوميس جي وهو مرة كابتن عادل يلعب بكرايتو مرة إسلام يلعب بكرايتو مرة فلان يلعب بكرايتو وبالتالي إنت كراجل مدفن للأهلي هتفكر إزاي في المطش ده يعني إنت مش عارف مين اللي هيلعب آآ مش عارف عبدالله ولا ناصر ولا شكبال نفس الكلام عمر جابر لعبه ماتش بباك الشمال مثلاً وماتش ده في نصف ملعب ناحتنمي آآ وأباما لعبه في تمانية وبعدين رأس الحربة آآ منسي لعبه وبعدين الجزيري بيدي كل واحد ماتش أنت معروف أن أنت قبل ما تيجي بيبقى عندك الأجندة بتاعتك أو عندك الماتشات بتعرف مين نمرة واحد ونمرة اثنين لأنه برضو حراسة المرمى يمكن كان عامل حساب على ماتش النهاردة اللي تلغى ده بتاع السوار كان بيقول أن الماتش ده يلعب بعناصر جديدة خالص عايز يشوفها لأن الماتش تحصيل حاصل فكان عايز يلعب لمجموعة تانية خالص علشان يشوف فطبعا الماتش تلغى فدي برضو أنا يعني ما هياش ميزة أنا كنت أتمنى أنه هو يلعب يعني بحس أنه يعرف كل الأناصر اللي عنده لكن لكن هو الحقيقة كولر زي ما أنا قلتلك فيه نوع لازم بقى فيه نوع من أنواع المعلومات حد بيجيب لي معلومات معلومات إيه إذا كان هو المدرب نفسه مش عارف يعني إذا كان جميز نفسه يقول لك يعني مثلا يقول لك النهاردة زي ما حيك قلت النهاردة عمر جابر هيلعب باكلفت الماتش اللي قبله عمر جابر بيلعب في نص الملعب الماتش اللي قبله عبدالله بيلعب في عشرة اللي قبله ناصر اللي قبله اللي بعده فأنت كمدير فني طيب أنت كمدير فني لنادي الأهل هتفكر إزاي نمر واحد أتوقع كذا تشكير أتوقع بقى أتوقع كذا تشكير لجانب اللي ساعدني برضو توقع تشكير الزمالك أه طبعا أتوقع تشكير الزمالك بأكتر من سيناريو فوصل الملعب ممكن يبتدي بمين فلان وفلان وفلان توقعت توقعت المرحلة اللي بعدها على طول أنا معايا الورق بتاعي بقول أننا هيلعب عبدالله زيزو اسمه ده اللي في مصر الملعب اللي هافت ديفندر نبيل دونج طيب التلاتة دول هل هيبدأ بيهم ولا عبدالله مش هيلعب ولا هيلعب ناصر وأباما هتفرق في تشكيل أنا أولا لا هتفرق معايا في العناصر اللي أنا هلعب اللي أنا هبتدي أشتغل عليه إذا العناصر اللي لعب زي الماتشي الإسماعيلي ولعب العناصر اللي أنا قلت عليها هدية التلاتة ما بيقدوش واجب دفاعي ولا آخر وبيبعني نوع من المجازفة طبعا الماتشاد يدفعش مجازفة هل هيبدأ أنه هو يلعب باتنين ديفندر واحد مسلس راس حربة كل ده أنا كمدير فني لازم أتوقعه وبعدين برضو لما بحط نفسي كمدير فني بروح حاطط السيناريو الأكثر توقعا بالنسبة لي بحيث أن أنا أول عشر دقايق وأول ما التشكيل بيجيلي وبعرف مين اللي هيلعب على طول في تعليمات أنا عملت المحاضرة قبل المبراءة ثلاثة أربع ساعات أول ما يجيلي التشكيل في تعليمات أنا بقيلها للعيبة تشكيل الزمالك آه طبعا أنا بيجيلي تشكيل الزمالك قبلها بساعة ساعة ونص أنا حاطط السيناريو ده المفهمه للعيبة على أطراف بتوقع لكن هنا أنا مش فارق معايا اللي حيلعب به نادي الزمالك بالنسبة للعيبة بتاعتي يعني بالنسبة العادل طائمة يلعب باكرايت ولا إسلامي يلعب باكرايت كأهلي مش فارق معايا اللي قدامي بيلعب بأسماء بس طريقة اللعبة تختلف طريقة اللعبة ماشي لكن الأسماء مش فارقة الأسماء هتفرق في حاجات معينة زي مثلا ماشي البلدية هاني كلا ما بيستلم ما كانش بيلعب مع كريم بيرع عليها ولكن يعني هاني نفسه ما فيش اختلاق مش هاني يعني أي اسم من الأسماء عشانا وظيفه في الملعب مختلقات تختلف هتختلف ولكن الاسم نفسه أنا كمدير الفني اللي نادي الأهلي عندي دلوقتي التفكير الكامل فيما مين اللي هيلعب ماشي الزمالك أهل تشكيل لكن اللي هيفرق من بنسبة للأهلي عشان تشكيل الزمالك هيبقى كيفية طريقة اللعب لو هيلعب كار طويلة ولا هيلعب على الأرض ولا كذا صح ده رأيي حضرت ده دي نمرة واحد وبعدين أنا هاني في طلبات معينة علي معلول في طلبات معينة اللي هيلعب قدام علي معلول لو هيلعب بحد سريع من نادي الزمالك على علي معلول يبقى عملية أنه يهاجم بكسافة أقل شوية أقل شوية ولا لو في حطت حد بيقى بيقى الواجب الدفاعي بشكل جيد يبقى أنا في الوقت ده أقدر أن أنا يبقى في عندي تعليمات لعلي معلول يعني تقدي الواجب الهجومي بتاعك على أعلى مستوى وهناك من في وسط الملعب هيبقى مغطي عليك النهاردة ممكن عمر الصلاية في حالة لو بيقى أو حتى كوكة لو علي معلول زاد بيبقى علي معلول قافل في الحطة ديت لو الكرة قطعت ولا حاجة يبقى هو برضه مغطي في وسط الملعب ما كان علي معلول وهكذا كل الأمور ديت هتبان لما أعرف تشكيل الزمالك بس أنا في التشكيل بتاعي أنا حقه خلاص هي دي الفكرة أنا تغيير خطة اللعب أو طريقة اللعب لأن تتغير الأسماء ولكن قد تتغير بعض الوظائف داخل الملعب حتى رأس الحربة رأس الحربة هل يجري زي الماتش بتاع برضه أفريكان أو البلدية كان الراجل بيجري ما بين السردباك والباك وسام لما كان بيجري ما بين وتتلعب له كان في مطلق جل أولاني جي كده صحيح ورامي هول اللعب هوله في الحطة ديت طب الماتش ده هل أنا محتاج غدي هبه محتاج ولا محتاج أه ولا محتاج أن أنا وسام يسقط وهناك من يندفع حسين يخش ده على حسب بقى ناحة التانية فكل واحد أه موجود حسين الشاحات موجود على الطرف لكن مجرد بيرسيته وبيستلم على طول قاطع بتتعمله لأن برضه في مشكلة في ناتزة مالك في السردباكين طيب في ما فيش التفاهم إلى جانب برضه المسلوسي دايما بيبقى فيه ما أنا حسأل حضرتك على أهم نقاط الضعف اللي موجود في ناري الزمالك ولكن خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كابتن عادل يقول لنا أهم نقاط الضعف اللي موجودة في ناري الزمالك أهلا وسهلا بحضرتكم يا مرأوك أعزائي المشاهدين كابتن عادل أهم نقاط الضعف اللي موجودة في ناري الزمالك نمر واحد الانسجام مش هيبقى موجود لأنه لو الراجل حاول أنه يعني يسد خانات معينة لأنه واضح تفكيره بالنسبة للأساسيين لسه ما تكونش وإمكانيات اللعيبة لسه ما هوش قادر أنه هو يحفظها وبالتالي محتاج مساعدة قوية جدا من فدين نمر واحد لانسجام نمر اثنين العناصر اللي هو ممكن يدفع بيها في التشكيل ودي أول مباراة يلعبها ضد النادر الأهلي وهيشوف النادر الأهلي من خلال شرايت إنما ما حضرش المباراة الأهلي وزمالك في الملعب أو في الملعب لسه وخصوصاً إنه حيبقى الملعب صح فالحطة دي بالنسبة له هتبقى صعبة عملية التشكيل وعملية التبديلات هو لسه ما كونش فكرة عن كل لعب بالقدر الكافي مش هنا ممكن يكون دور المدرب المصري اللي هو أحمد مجدي أحمد خلي بالك مدرب كويس وبيحاول ده يثقف من نفسه ويعمل من نفسه لكن أعتقد أنه بيبقى دوره وجهة نظري ما عرفش للمدير الفني وبالتالي أنت ممكن تقول معلومة كمدرب لكن أنا ما سمعهاش أو أسمعها أو أعملهاش أو أسمعها أو أعملها بس بس في الماتشات اللي زي دي اللي هي هتتحسب عليه هيبقى صعبة قوي إنه هو يبقى القرار ببداع غيره أو يعني المساعد هيدديله معلومات يسمع يعني منه إنما هو لازم المدرب لازم بيقى شايف بيعنيه يشوف بيعنيه إمكانيات إمكانيات مين اللي يلعب لي تحت راسينا الحربة أو تحت راس الحربة مين راس الحربة اللي أنا بتدي بيه في ماتش زي ده مين الأطراف اللي أنا بتدي بيهم كل الأمور دي السردبكين اللي أنا ممكن ألعب بيهم بحرصة المرمى الانسجامة كابتن نمرة واحد أهم نقاط الضعف نمرة اتنين بداية التشكيل وإراءة المباراة النهاردة هو ما يعرفش إلا الحاجة التانية ما يعرفش ذكة البودلاء في النادي الأهلي هيشوف شرايط للنادي الأهلي تلات أربعة شرايط حالة الشرايط اللي هي تتقدم له حال هي ماتشات كان النادي الأهلي النادي الأهلي كان فيها يعني بيقدي بصورة طيبة ولا يديو له ماتشات بحيث أنه يعني يديو له روح من الإيجابية لعمة إيجابية ده بيقدي بيقدي بطريقة يعني سلبية أو كده صدق صح؟ أما ليه حتى دي فيها برضو أما ليه فيها وبعدين لازم تبقى ماتشات قريبة في الماتشات القريبة ديت هل هي يديو له الأهلي وريال مدريد مثلا استحالة طبعا هيديوه الأهلي والاتحاد الاتحاد السعودي طبعا كل الأمور ديت لابد لو أنا في ناتزة لازم هديوه الماتشات ديت علشان يعرف إيه العناصر الطب أما ليه الأهلي في الماتش بتاع اليابان في كاس العالم أربعة شفنا الأداء كان عامل إزاي فطبعا وبعدين البودلاء فأنت عندك لازم يبقى فيه حيرة قوية جدا بالنسبة للرجل ده يعني كنت ولله الحمد ولله الحمد ولله الحمد عندك مش أقل من 25 لعيب كلهم قرابين جدا من بعض أوكي وبالتالي ممكن كولر يفاجأك يلعب بنفس التشكيل اللاعبي البلدية ممكن يلعب بتشكيل انت ينجي أفريكا ممكن أنا بتكلم بقى على المدير الفني بتاع الزمالك هل هيتوقع انه يعمل له سرعات وبيقدر واجب الدفاعي يعني رضا وكريم رضا وكريم ولا بيرسي وكريم ولا بيرسي وكريم قول لي انت بقى قول لي انت بقى تدرسها ازاي ديت فممكن الراجل جدا في مثل هذه الأمور يا كابتن معلش برضو وعملش شاشنفور شوحيك معنا في مثل هذه الأمور كيفية التفكير برضو أنا كمدير فني فكر في الموضوع ده ازاي في الوضع التالي صعب أنا لسه داخل على تيم جديد وبعدين ما نشعارف امكانات اللعبة اللي عندي وهم مش في احسن حالتهم يعني حالتهم البدنية والنفسية ما هيش جايدة ترتبهم في الدولة في دوري وفي افريقيا في افريقيا كويس يعني معقول يعني برضو فيه ماتشات مكانتش اه يعني في افريقيا متصدرين المجموعة لكن هو كرايل جاي في توقيت صعب جدا لكن انت عارف الجمهور ما عندهوش حتة ان انا جاي بدري او متأخر لا 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 ما فيش ماتشات كاليف زمالك دي تحديدا بدبقى لها وضع مختلف فلابد هيبقى عارف تفكير كولر ايه من ضمن الحاجات اللي هي الناس يمكن ساعات بتاخفالها انك انت كمدير فني لازم تبقى عارف الراجل اللي هيلعب قدامك المدير الفني اللي انت هتلعب ضده بيفكر ازاي هل هو مغامر هل هو حريص هل هو مغامر وحريص في نفس الوقت هل هو هيدغط مش هيدغط استنى يوقف فكل الامور دي لازم يبقى دارس دارس المدير الفني اللي قدامه الراجل ده تغييراته بتبقى شكلها ايه طبعا مش هو اللي بيعمل الكلام ده اللي بيعمل الكلام ده الناس المحللين اللي موجودين معاه على الخط عارفين الراجل ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه وبالتالي بيدوله الملخص بتاعه ان انا خد بالك كلر ده من النوع اللي بيضعك جويس الراجل ده في الدقائق ستين خمسة وستين بيعمل تغييرات تلاتة في اتنين التغييرات دي بتبقى مؤثرة جدا في بداية المباراة ممكن جدا لما بيجيب هدف انا هعمل ايه لابد دي كل الامور دي بتتحضر للمدير الفاني بتاع نزمالك وبالتالي كولر هيبقى ليه ليده العليا في الحتة دي لان انا وارد جدا ان انا لان انا عارف فرقتي وده ريسا كويس وعارف امكانيات كل لاعب وبالتالي هلعب الخبرات حسين وبرسي ولا كريم وفي نصر مرعب تقريبا ثلاثة اربعة اللي هيلعبه هيبقى ثلاثة منهم فاعتقد وفي خط الظهر تقريبا ربية نزمالك كابتن اخيرا يعني التشكيل اللي هيلعب به لا التشكيل لا يمكن اقوله لا يمكن اقوله لان الرجل ده يعني كولر كولر طبعا بيبقى قاعد مع اللعيبة وبيشحنهم ازاي فموقت لايه حط لنا حد او حدين او ثلاثة اربعة مفاجآات مش عارف الميزة فيه انه عادل يعني عنده عادل فما بيظلمش فلما بيلاقي واحد بيموت نفسه في التمرين وبعدين مش لعيب تمرين لا لعيب تمرين وما تشات ما هوش يعني رجل بيقدي كده وخلاص فانا النهاردة انا هدفع بفلان وفلان وفلان علشان انا شايفهم نفسيا في حالة رائعة جدا بدنيا في التدريبات كلها بيقادوا على اكمل وجه وبالتالي انا وانا بدفع بيهم في البداية وعارف البديل وبحضر البديل اقول له اه فلان انت في الدقيقة الفلانية اعمل حسارك ان انت هتنزل في الوقت ده علشان تبقى في الوضع ده هتلعب لي في المنطقة دي وبعلم هالو انت هتجري في المصاحة دي علشان تستطيع انك انت تفيد الفرقة وتعمل لنا نتيجة احنا منتظرنا منك بإذن الله تعالى انا كنت عسألك السؤال الأخير يعني كولر ولا جوميس بس واضح واضح اللد لا طبعا كولر كولر طبعا اوراق اعتماده يا كابتن من اول يوم حراك حتى ما كنتش يعني ما كنتش بتقول رأيك الا بعد خمس ست سبعة تمام متشاط في كولر تحديدا انا كولر من اول يوم يا كابتن اول يوم اول قلت ان انت مبشر وكل حاجة ولكن هنستنى لما نشوف صح الراجل ده هل احنا لما قلنا عليه كده كنا بنجامله لا احنا بنقول له حاجة الواجه اللي الراجل ده خمس بطولات من خمسة ده مش من فراغ صحيح الى جانب الاداء الى جانب التدوير الى جانب بتطلع من بطولة خمسة عشر ساعة سفر جنوب افريقيا تطلع على الهلال تطلع على الوداد تطلع من هنا الهنا الهنا ده لف العالم كله في اجواء غير طبعية ومع ذلك بتوفيق ربنا ثم بالاسباب بيعمل هو بالاسباب صحيح انني بيد كل اللعيب حقه ما بيظلمش حد ممكن جدا كان يجامل كهرابا يقول ان تنبر واحد ما عندوش الحتة دي عندو ان انا مصلحة الناداء الى اولا الناداء الى فوق الجميع فانا الكهرابا انت النبر ثلاثة علشان ايه مش عشان يحبطه علشان يدفعه علشان طبع كابتن عادل انا بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا دايما بنستفيد بوجودك شكرا لك شكرا وان شاء الله يستطيع من الاليان يفوز بهذه وروا هذه البطول اذن الله تعالى ان شاء الله شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن عادل طائمة هطلع فاصل وبعد هذا الفاصل الاساتذة الاستاذ محمود صابري والاستاذ جمال الزهيري في ديافة البيت اهلا وسهلا بحضراتكم مرة اخرى عزائي المشاهدين خلوني ارحب ديوفي في هذه الفقرة الاساتذة الكبار سيد جمال الزهيري ازاك هستاذ جمال اهلا بيك كابتن عسلام سيد محمود صابري ازاك هستاذ محمود خبت الحمد لله بالسلام عمر بحبول ان شاء الله يا رب منها منكم ان شاء الله طيب خلوني يبدأ مع حضراتكم بهذه المباراة المباراة الهمة جدا مباراة العالي والزمالك في ظل زخم اعلامي كبير جدا يا سيد جمال اهلا سيد محمود لهذه المباراة في ظل اعتقد واحدة من المباراة اللي حيتم نقلها بناء على الكلام اللي قاله المسجد تورك الشيخ على هذه المباراة وعلى كيفية تصوير هذه المباراة والاخراج لهذه المباراة كل ما يخص النواحي الجمهيرية والنواحي الفنية داخل الفنية مش في الملعب ولكن نقل المباراة اعتقد ان احنا راحين في المباراة على المستوى على التصوير في اتجاه آخر طبعا وهي أساسا بإقامتها في العاصمة السعودية الرياض تعتبر هي مباراة تاريخية لأن ده أول نهائي لكاس مصر يقام خارج مصر خارج البلاد وإحنا ما بناعتبروش خارج البلاد أوي نظرا للعلاقات الودية اللي بين مصر والمملكة العربية السعودية والحقيقة أنه حرص المستشار ترك الشيخ على استضافة هذه المباراة أنا بقول برضو أنه جي في توقيت هو هيدخل هذه المباراة ضمن الموسم الخامس أو الدورة الخامسة لموسم الرياض وبالتالي هيتوفر لها أو تم توفير بالفعل كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح هذا الحدث وفي النهاية بقى بعيداً عن كل الاحتفاليات هي تبقى مباراة مهمة جداً أخي بقى برضو أن أسف الجمهور المصري ووجود الجمهور المصري فقط طبعاً طبعاً أو الأكتالية يعني بدليل أنه التذاكر نفذت بعد ساعة واحدة من طرحها أقل من ساعة فالمهم بقى أنه الدور يبقى على لعبي الآلي والزمالك وهي جاية برضو في توقيت حلوة أوي توقيت الزيارة اللي قام بيها مجلس إدارة المهد الآلي بقيادة الكابتن محمود الخطيب لمجلس إدارة الزمالك بقيادة كابتن حسين لبيب لإعطاء المثل للجماهير والقضاء على التعصب وأعتقد الناس المتعصبين محترين يعملوا إيه دلوقتي بإدارة على حاجة على منفذ لكن هي جاية برضو في توقيت ده فأعتقد أنه كل العوامل تضافرت أو متضافرة لنجاح هذه المباراة ويبقى في النهاية الشغل بقى على أرض الملعب ما بين كولر و جميز هو الفايصل وأخذ بال حياتك يعني التحديات كبيرة جدا النادي الآلي يجب أنه هو يضع في حساباته أنه هو بيلعب الزمالك في ظروف قد تكون خادعة أنا بتكلم عن المستوى الفني يعني أنه الآلي أكثر استقرار الآلي أكثر وفرة في اللاعبين لكن ما ننساش على الجانب الآخر أن النادي الزمالك مثل هذه الموحدة عنده تحديات يعني مهمة جدا مثل هذه المباراة يا أستاذ محمود أعتقد بيبقى يعني أهلي وزمالك بالعكس لما الناس بتروح نقول لك الأهلي حيكسب 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 والأهلي مغلوب لقدر الله الزمالك حيكسب 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 لإذا مالك اتغلب فبالتالي احنا راحين لاتجاه أنه نحن مثل هذه المباراة لا ننظر أنا شخصيا الحمد لله وشكر الله هذه لها برضو عدد كبير من المباراة أهلي وزمالك يعني يمكن كلها كسبناها في الوقت اللي احنا كنا موجودين فيها لكن في النهاية هي مباراة بكلها حافظ مختلف وتفكير مختلف اللي بيحصل ده كله والزخم ده كله يا سيد محمود شايفه إزاي هو شايف أنه خطوة زكية ونجاح كبير جدا لموسم الرياض حقيقي أنه يختار يعمل ختم الموسم عنده بأنه يختار أعرق بطولة في الوطن العربي وممكن تكون في أفريقيا كمان بطولة كأس مصر بطولة يعني هيتم الاحتفال بمرور متعام بطولة انطلقت في 21-22 فحدث كبير جدا أنك تستدعي أكبر ناديين وأكبر شعبيتين في الوطن العربي وإفريقيا في مواجهة مصيرة جدا على ملعب الأول بارك ده في حد ذاته ونجاح وزكاء وعرض هيكون مهم جدا الأنظار كلها تتوجه صوب الرياض صوب الأول بارك بداية من يمكن من بكرة أو بعد بكرة الثلاث في حال حطت بعثة الأهلي لحالها يوم الأربعة إن شاء الله ممكن نادي زمانك مسافر بكرة الأهلي فضل أنه يجهز نفسه هناك ويعمل تمرينة واحدة في الأول بارك قبل المواجهة لا شك أنه مهيطة الترفيه برسم الشارع تركي آل الشيخ قدمت وهتقدم وتحاول تعمل حاجة مختلفة تقول على قدر الحدث وأعلن أنها مختلفة بإضافة الإضافات على الحوافز المادية للفايز والخاسر وأفضل لاعب لأنك في ناس بتكلم عن هذه النقطة تحديدا صحيح طبعا حاجة تانية كمان هو بعد كمان في مفاجآت للجمهور داخل الملعب وكمان عمل المسابقة يمكن الزوي الاحتياجات من الخارج بصورة أو بأخر الكلام الأعلن عنه ممكن في أحد البرامج فحد ذات كمان مع براهيم فيه أتقل مع السيد براهيم فيه كمان استدعاءه لشخصات مهمة جدا منور جزيزي في الاستيديو التحليلي وزي مريني في الاستيديو التحليلي كمان جانب من النجوم الكبار من هنا ومن هنا فعاوز أقولك في حالة في زخم كبير وفي حالة شدة وبطولة تستحق ومواجهة مسيرة ونص منتظرة العنوان الرئيسي أنه لابد أنك أنت تقدم صورة وشكل رائع خارج الملعب وداخل الملعب في حد ذاته يقول أنه التجربة نجحت وإن شاء الله التجربة تنجح وتكون المباراة فنيا على المستوى المطلوب وأخلاقيا أولا وإخلا هو ده المكسب الأساسي في الحدودة دي كلها فأنا شايف أنه زكاء كبير جدا من المستشار تركيا الشيخ واللي حاولين هم يختاروا حدث زي كده في صدعاءه في مدينة الرياض هل تحتاج فيها أسبوع عشر تتكلم عن هذه المباراة حديدا يعني عن اللي بيحصل واللي يدوى 44 كاميرا والمخرج يعني الراجل ما سابش حاجة ما تكلمش فيه حط يد في كل حاجة وبتكلم على حاجات مهم جدا والإخراج هيبقى عمل إزاي وبره هيبقى عمل إيه وهنعمل شكل مختلف والتذاكر الطرح وما خدتش وخلي بالك ده ده قيمة الأهلي والزمالك ما تكملش كما عارف أنت لو كمان يعني تم اختيار ملعب أكبر من كده كان يبقى فيه إقبال أكتر من كده يمكن هو قال لك احنا تتذكر في خلال ما تكملش نص ساعة ساعة خلصت وبعد كده جلنانا طلب تلاتين أطلق تلاتين آه وبعد كده جلنا طلب تلاتين زيادة وصلنا نص مليون الناس عاوزت ومحدش يزعل مني ومش فيدي إن أنا قدر أعمل وما عاملش فعني عاوز أقول لك لا أنت جبت حاجة مهمة برضو تحطها على تعمل لها يعني تحطها تحت كمان الإضاءة بصورة أكبر أوضح مباراة مهمة كمان المعلومة عندي يمكن أن تيتم نقل كاس مصر بخلال طهراء خاص يوم بكرة أو خمسة مالس على ما أعتقد يوم التلات إلى مدينة الرياض ويعمل لها على شكل احتفال واحتفال رسمي واستقبال فأعتقد أنه برضو في ترتيبات أكثر مرة يعني أتمنى بقى على المستطيل الأخضر يكون على نفس المردود ونشوف مباراة فيها المتعة وفيها ديسارة وفيها كمية جهد من اللعب والفريق اللي يعني يعني يقدم الأفضل يسحق إن شاء الله يفوز بالمباراة بإذنها تعالى إن شاء الله أتمنى إن شاء الله اللاقب يكون من نصيب النادي الأهلي إن شاء الله 38 مرة الأهلي بيفوز بكاس مصر مقابل 28 مرة لنادي الزمالك طبعا 6 مرات لنادي الترسانة والتحاد سكندالي الأهلي الحقيقة إن شاء الله يكون قادر على التحقيق الرقب 39 إن شاء الله طبعا وأعتقد إن النادي الأهلي بقيادة كولر حاطت الهدف ده على طول إنه هو يكسب جميع البطولات اللي بيشارك فيها يمكن الموسم اللي فات خمس بطولات الموسم ده بدأ بالسوبر المحلي اللي هو أقيم في المملكة العربية السعودية أيضا بمشاركة ثلاث فرق أخرى مع النادي الآلي في الإمارات في الإمارات عفوا بمشاركة ثلاث فرق أخرى مع النادي الآلي وأعتقد إنه الهدف رقم واحد ورقم عشرة بالنسبة للكولر وبالنسبة لعيبة النادي الآلي هو الحصول على اللقب ويمكن برضو سؤال حضرتك يخليني أأكد مرة أخرى على إن كل الاحتفاليات دي مش للعيبة مش للناس اللي حيشتغلوا طبعا أنا بقول إنه اللعيبة يجب أن أتركزهم مع الجهاز الفني في التعليمات الفنية مع عدم الاستهانة بأي ظروف قد تكون بعض الناس دلوقتي هتبتدي تتكلم إن دي مباراة سهلة لأنا بقول إنها مباراة مهمة جدا وصعبة جدا لأنه في النهاية أنت هدفك الفوز وليس هناك هدف آخر هي مباراة لابد أن تنتهي بفوز أحد الفريقين ونتمنى إن شاء الله أنها تكون لصالح النادي الأهلي ليبدأ أو ليواصل حصد البطولات هذا الموسم وكويس إنها جاية كمان بعد نجاح فريق النادي الأهلي في اعتلاق صدارة مجموعته الأفريقية في دوري أبطال أفريقيا بجدارة ودون هزيمة على مدار المباراة اللي لعبها فده يؤدي إلى إنه النادي الأهلي ماشي في خطوط متوازية يعني في الدوري ماشي كويس ما شاء الله في دوري أبطال أفريقيا برضو ماشي كويس جدا وأيضا إن شاء الله أنا تمنى أن يكمل هذه المسيرة بإذن الله أهم الدوافع اللي تخلي النادي الأهلي يلعب هذه المباراة بشكل جيد يا سوز محمول دوافع كتير جدا يعني أنا عاوز أقول أمكان اللعب تلاقي اللي أبد إنه هم يكون عندهم وعب إنه آخر نهاية جماعة الأهلي والزمالك كانت النتيجة اثنين واحد رغم أنك أنت قدمت يعني شوت مختلف في شوت تاني في رغم ظروف يعني الفريق تعرض فيها اللي هذا مع تغيير جاز فني وعودة واختيار وعدم استقرار فأنت دا عندك دوافع وده المنافس التقليدي بالنسبة لك على المستوى على الصعيد المحلي دي حاجة برضو البطولة رغم أنه ترتيبها يعني جاي في ظروف مختلف وإنها كانت بطولة الموسم الماضي فبردو دي خلي بالك برضو دي تعمل تأثير الفوز بيها بيديك دافع كمان وحافظ قبل كمان أرعد كمان دور التمانية الدوري يا ابتالة أفريقيا يعني الناس كلها ترقبها تشوف الآلي هيجي مين في مجهته بعد تأهل التمن أن دير تأهل ما بين الأول بالتاني مباراة كمان هيكون بالنسبة لحساباتنا دال ويعتقدوا أنه كلها ربو الجهاز معهم بتاعه برضو رصدين وشايفين طبعا برضو تواجدوا على الصعيد المحلي هيبع عنده كمان دوافع مختلفة عندك أكثر من عنصر خبرة نضم أكثر من عنصر من عناصر الشباب فرت النادي الآلي برضو يمكن تعرضت برضو لإخسارة مثلا الدور الأفريقي وإخسارت برضو كاس السوبر الأفريقي لشكل موديل الحاجات دي برضو في حسابات الموجودة لكن في نفس الوقت فوز مهم جدا في السوبر الرباعي بشكل جديد وعملت مباراة أكثر من رايح خاصة المباراة النهائية فطبعا في ظل استمرار سلسلة التفوق وعودة الهدوء للفريق بعد هزة بسيطة يمكن مرت في الفترة البداية لكن أعتقد أنه مواجهة زمالك والفوز على زمالك بيبقى ليه شكل مختلف وطعم معنا مين عنده جماهير الآلي المترقبة وتنتظر الحدث وشايف أن مباراة يكون فيها كاسية من الإصارة مباراة تحتاج إلى مزيد من الجهد التفاصيل كتير صغيرة ممكن تحسمها الثقة والهدوء والاستقرار وتقليل الأخطاء واللعب على أخطاء المنافس كل الأمور دي بتخلي برضو لأن كمان أنك أنت تفوز بطولة الكاس وتضيف البطولة واللقب 39 ده في حد ذاته على حساب المنافس بتاعك كمان خسرت معاجع ضده يعني خسرت من المسم الماضي أو اللقب البطولة 2-1 قيادة الكابتن ساميو مصال لا شك أنه برضو الحاجات دي برضو كلها بتتحطي في الحسبان وتبقى شيء مهم وأعتقد أنه يعني ده قراءة التاريخ بصورة جيدة جدا بيخليك من التاريخ أنك أنت تتفكر بقى في المستقبل يبقى حساباتك مختلفة مواجهة صعبة مواجهة لا يستطيع أحد أن يتنبأ من نتيجتها لكن أنا بقولك الأكثر هدوة الأكثر خبرة الأقل أخطاء الأكثر استفادة يعني على من الفرص اللي هتلح له هيكون هو الأقرب لحسب المباراة إن شاء الله بزينات هنكمل كلامنا في هذه المباراة أو عن هذه المباراة ولكن نطلع فاصل أخير وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل محاضراتكم بقية هذه الحلقة رجعنا لحضراتكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين أستاذ جمال حظر إعلامي قم بكة خالد بيبو كل الفريق تقريبا إيه رأيك في هذا الأمر يا ده مهم جدا يعني دايما في بعض في التأويد ده يقولك لا بالعكس أنا أطلع للعيبة وأقول لهم يقول ليه إيه الفايدة من إن اللعيبة تطلع تتكلم بالضبط يعني هو دايما أي خرار بيبقى محسوب هو معمول ليه ده بالعكس ده بيزيد من التركيز عند اللاعبين وخصوصا إن فيه كلام كتير دلوقتي بعض اللعيبة بيشتقوا مثلا إنهما مش واخدين فرصهم وده أنا عايز ألفة نظر أبنائنا يعني اللاعبين إنه محدش يستعجل على الفرص يعني أفشا راجل بيدي كله أفشا قعد فترة طويلة وراجل ما تكلمش ليه لإنه في النهاية المدير الفني يا كابتن وهو اللي شايف الرؤية إنه فريق يلعب عنده بطلات عنده التزامات كتيرة واخد بالك ويمكن هو انتهز فرصة المباراة اللي كانت مع مين البلدية بين من بلدية البلدية وبعده بيان جافت يعني دوله بيان جافت اتدى يدفع بالناس اللي هما كانوا بعيد ومع ذلك قدوا بشكل كويس وده معناه إنه هو بيتطمن على يعني دايما دلوقتي الناس بتيجي تقول أو بيحسده يعني النادي القالق على إنه عنده وفرة من اللاعبين طيب وما تقدرش تتوقع بالزبط هو حيبتدي بمين لإنه هو عنده ثقة في إن أي لعيبة ينزل هيؤدي وهيقوم بالدور كما ينبغي فده شيء أعتقد إنه كويس يمكن بعض الناس بتعيب على كولر أحيانا إنه هو بيعمل روتيشن كتير هو ما بيعملوش بمزاجه هو لو عنده يعني النهاردة هو لاعب لغاية دلوقتي هذا الموسم الناس اللي بتقول أهل ما بيلعبش وقاعد في البيت يعني 26 مباراة في 4 بطولات يعني أو الله 24 مباراة يعني الناس بقى مركزة في إيه إنه ما لعبش غير 5 ماتشات أو 6 ماتشات في الدوري يا عمي طب ما تشوف لهم عاوزين عاوزين شوفوه هو بيقصر يعني يعني يقصر يا أخي عاوزه أقعك برضو شوف البطولات اللي هو بيشكل هل هي بطولات اختيارية هل النادي الآلي بيجي يا صدر محمود يقول لهم والله أنا عايز النهاردة رايح عشان ماليش مزاج طبقا للليحة طبقا للليحة وكمان بطولات كلها نقدر نقول إنه النادي الآلي بيمثل نفسه ويمثل مصر في هذه البطولات عاوزين كلام وبالتالي يعني يجب الناس حجج وهي حجج وهي ومحاولات محايبة ومن غير يعني عاوزه أقولت الأسبوع اللي فات يا أستاذ محمود يا أستاذ جمال قلت الأسبوع اللي فات يا جماعة فضلكم فترة اللي جاية هتجدوا بعض المحاولات محاضراتكم بتتفضلوا قبل المطش بتزيد شوية طبعا علشان العشان العشان دلوقتي زي ما حالك قلت كده الكل بيحسد وبيقول كذا وكذا وفالتالي لا ده ما نضرب في جمال واضرب في محمود واضرب في إسلام لا يعني هو الدور يا كابتن إسلام كم مبارات لعبت لأقصى أكتر فريق لعب تلات 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 بقول لحضواتك الأهل بستة وعشرين مباراة بالوراقة والقلم أي حد يقدر يتابع هذه المبارايات ويعرف نتائجها وتفاصيلها وغبار حيودك ده سهل لكن لما يجي عضو مجلس دارة والمفروض عنده من الخبرات زي ما هو بيقول واشتغل مدر منتخب مصر ويقول لك كنا لعبنا الدور في كاس الأمم كنت لعبت الدور في كاس الأمم حد منعك وانت بتقارن الجزائر والجزائر عندها أصلا في المنتخب الجزائر في لعبة في لعبة محلية ممكن أنا معرفش ولا كل الفرع محترفين والآله ما أنا بسألك سؤال يعني أنت يعني عاوز أقول لك كلام بسه الشو واللعب على وطر الجمهور والكلام الخايب اللي يود ولا يجيب هي نفس الأفكار وكأنه سكريبت ما احنا عارفين والسكريبت مكتوب على الواتساب يتوزع في بعض البرامج ويتبعد بالرسائل عشان نبدأ نتكلم إيه نتكلم ونوجه الرسالة نحن عوجه أهم حاجة أهم حاجة أنا أحاول أن أنا أنال من الأهلي وشوه واتكلم وطلع الناس التانية كأنها بتتفرج وما لهاش لزمة في الحدود يا حبيبي فيه تحاد كورة وفيه قائمين على اللعبة وفيه لايحة بتقول لأي في الاتير في لايحة بتقول قبل بداية السنة آه طبعا ماشي كنت أنت اعترضت على الليحة وما كنتش وافقت عليها ونرجع بقى الغانم للنغمة بتاعت ايه الله يضي المناسبة ما أنا بقول لك هو نرح نلعب في اسماعيلية ومش هلعب السنة الجاية المناسبة هذا الكلام هي نفس الكلام برضو يا كابتن مش هادر يجيب صح خلي الأمور تمشي بشكل جيد يعني ايه ملاش دائما لو أستاذ محمود بيقول اللعب على وطر الجمهور أنا أصلا لأ احنا السنة الجاية لو بتاع مش هلعب في اسماعيلية ما تلعبش ما تلعبش السنة أحدش ملعك أنا ما أنا مال أولا إحنا قلنا مليون ونقول الآلي ملعبش هذا ليس قرار الزبط النادي الآلي يا جماعة أنا بقى أعلن ولا قرار تحت الكورة مش بقى أعلن لا 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 قرار نحن عاوزين نقول حاجة برضو يعني عاوز أقولك ايه يعني كفاس تخفاف لا لا العملية لا من الرد لهذا السفر التحديد لأنه هو الأول آلي ما بينعمشة في اسماعيلية هي وطحة أصلا يقول لك أن في بعض التبقتات يقول لك أصلا لا الأهلي يعني ايه لو الإسماعيلي اللي قدر يعني شخص بأقول لك على حاجة يقول لك يقول لك أن الأهلي السبب عشان هو بنعبش يا كابتل وإيه المشكلة أنا أتمنى أن الأهلي يرجع ألعف إسماعيلية طبعا طبعا وأتمنى أن بقى أبعد أنا أسألك هو كبور من أحسن الجمعيل أنا أقول لك هو يعني ترجع تلعف إسماعيلية ما بتجيش بالسألة أنك ترح تلعف إسماعيلية وتكلم لها اللي عنده أستاذ رح العب النهاردة قبل بكرة لكن عاوز أقول لك المسألة زايت عن الحد وأصبحت سخيفة بصورة غير منطقية بدأ ما تبدأ تتكلم تتكلم عن فريتك تتكلم عن نفسك مالك بالأهلي حط لأهلي في حساباتك إيه هو الهدف التاليسة ظاهر النادي لألوى المبالح يعني خليك في نفسك خليك في حالك خليك في مشاكلك لأنك أنت عندك مشاكل إحنا مش عاوزين ندخل فيها يعني مش عاوزين نتكلم على الهوى أنت عندك مشاكل نفسك يعني أنت نفسك عليك مشاكل وعليك دا يلعدك كده في النادي الزمالك وما الناس معروف واللي حولك عارفنا فعاوزين نقول سيب الأهلي في حاله لكش دعوة بالأهلي خلي الآلي يتكلم عنه الناس اللي بتقول لما تلقي حد من عضاء مجلس دارة النادي الزمالي قري على الهوى وتكلم على نادي زمالك مبرعبش بالحتة في النية نادي زمالك تلقى كلامنا يا جماعة ما يصحش والله ما يصح إحنا بتكلم نتكلم على نادي كابتن طب إنت عاوز تقول التعصب واللي مش عارف مين والعصبية يعني إيه اشغل نفسك بنفسك عشان كده احنا قلنا إيه أنه النادي الزمالي لابد أنه هو يستمر على نفس النهج اللي احنا شايلين فيه هو غلق الأذن والتفكير في نفسك واللعب وتصحيح أخطائك وعاوز أقول أنه كما نجح وكان التوفيق حليف كلها في الموسم التاريخي والزهبي للنادي الأهلي بأنه استطاع أنه يعمل روتوشن أكثر من رأة سيكون عليه مسؤولية كبيرة جدا صعبة جدا محتاجة من الكل من الجمهور أولا من اللعيبة لابد يكون عندها أنها تدافع عن نديها ودفع عن التاريخ اللي هي بتعمله هيكون عندك منافسات وزي ما قالك كابتن في رسالة قبل كده في آخر طمالين واللي جاي صعب واللي جاي صعب والضغوط هتزيد عليك ومش هتسبب أنك أنت تتعدي سليم وتحاول أن أنا وقعك في الطريق أخسرك بطول أخسرك اتنين وشوف ترد الفعل لما الآله يخسر الدور الأفريقي ولما يخسر السوبر الأفريقي والكلام تفتحت زي ما بقولك القانوات كلها عليك فأنا عاوز أقول المسألة محتاجة هدوء محتاجة أنك أنت تركز مع نفسك الراجل عامل لشغل وأكيد درس الموقف خلاص خادر خبرات اللازمة مباراة النهاية الكاس مباراة صعبة الاحترام الزمالك وتاريخه وشعبيته ده أمر الأهلي بيضعه رقم واحد واثنين وثلاثة فأعتقد أنه مواجهة الكلية ترقبها إن شاء الله يكون التوفيق حليف الفريق اللعيبة الناس يكون حضرة وجمهور الأهلي يكون مساعد في رئيته أعتقد أنه دي كل دي من الحاجات يا جماعة خلاص الناس خلاص ملت من إسطوانة مشروخة ليس لها قيمة ولا فائدة كل الهدف لعب على الترند ولعب على كلام ليس له أي منطق واللي عاوز يروح يلعب في إسماعيل يجيب ورقة من المسؤولين وراح وديها للتحادر كورة واللي بتفضل يا جماعة ولا لو سمحت وديها إسماعيل مدى بتي المسألة وقفة عرمتش الإسماعيلي مع كامل الاحترام للنادي الإسماعيلي وشعب الإسماعيلي وجمهور الإسماعيلي ولعب نادي إسماعيل الأهل اللي سأله ودخل في عدم اللعب في إسماعيل والأهل لم يطلب أنهم العبش في إسماعيل يعني ما الأهل بيروح يلعب في برج العرب مثلا خبلك رغم أن برج العرب مسافة بالمسباله ومع ذلك الأهل بيمتازل للقرارات اللي فيها صالح الرياضة المصرية وكرة القدم المصرية هناك نظرة أخرى أيوة يعني أبعاد أخرى أبعاد أخرى الأهل يلعب فين أو مين بالزبط مش مجلس دارة الأهل ولا مجلس دارة الاتحاد بالزبط أم تحاد كرة القدم أم اللي بيقرروا أرقام تاريخية كبيرة جدا في مواجهات الزمالك 233 مباراة الأهل حقق الفوز في 102 منها أستاذ جمال تعادل 78 لعبة الأهل أحرزه 353 هدف في مرمى الزمالك أعتقد أنها بشرة خير جيدة طبعا يعني إذا كنا هنتكلم على تاريخ اللقاءات الآلي والزمالك فطبعا الكفة راجحة لصالح النادي الآلي مش بالكلام بالأرقام ومع ذلك مع ذلك دائما النادي الآلي بينحي جانبا يعني إحنا كنا دائما أنها تم قوي بإظهار الفوارق التاريخية بين الآلي والأنديا الأخرى عموما في جميع اللقاءات هتلاقي كفة الآلي أرجح إنما في النهاية أنت بتبص للواقع أنت عندك النهاردة مباراة بعد كذا يوم هذه المباراة هي الأكثر أهمية والأكثر تركيزا فيها يعني أنت مش مركز حتى في تاريخ لقاءات القمة أي أنت مركز في مباراة يوم بجمعة 8 مارس وده الكلام اللي قاله الراجل بصدر نشعر التاريخ والتفاقل والتجمل اللي هي دعوة بالله دلوقتي 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 احنا حاجة حبطولة جديدة لازم أيه طبعا هو مالوشي هو الراجل مش هيبص لكن طبعا التاريخ ده بيدي مدلول وبيدي طاقة إيجابية للعيبة والجهاز الفني لكن في النهاية هو كولر والكتيبة بتاعته مهتمة بمباراة الجمعة القادمة اللي هي في ظروف زي ما قلنا مقامة بشكل في استعدادات كبيرة جدا وأمام جماهير يعني منتظر طبعا أنها تبقى كتير ومالية الملعب فأعتقد أن التركيز رقم واحد في اللعيبة هيبقى على هذه المباراة وأي 11 لعيب سيتم اختيارهم أعتقد أن هم هيبقوا هم الأفضل بناء على يعني كولر مش هيختار حد مش هيعند مع حد مش فهم أنا يعني كولر كولر لو لا أنا شايف أن جابال زرح يكسبني ملعبوش ملعبوش ليه طبعا هو أهم حاجة عنده هو عاوز يكسب صحيح وبعدين هو مش مختلف مع لعب أو لعبين على أمور شخصية حتى لو أنا عشان كده دايما بحب أقول إيه أنه اللعيبة لازم تدي المدير الفني الحق وما حدش يستعجل يا جماعة لأن فيه ماتشات كتير جدا وابطولات كتيرة يعني اللي ما بيلعبش أنا عجبني أوي موقف أفشة فترة معينة كان وجهة نظر المدير الفني أنه هو مش عايزه دلوقتي الراجل كان بيقعد ومالتزم ما بيعلقش ما بيتكلمش ما بيبديش أي تبرم يعني من أنه ما بيلعبش أنا جاهز ومستعد ألعب في أي وقت وده اللي أنا بقوله برضو للكل وأعتقد أنه هم فاهمينه جدا أكتر مني يعني طيب أستاذ محمود كثير من اللاعبين مجموعة من اللاعبين عندهم إصابات مجموعة ستعود مجموعة لن تلحق مجموعة قد تكون لعبة المباراة السابقة ولن تكون متواجدة في المباراة اللي جاية كيفية التفكير في هذه المباراة من وجهة نظرك لا في ظل هذه الظروف لا برضو الإصابات برضو يعني عاملة مشكلة وبتعمل حالة ألأ برضو كبيرة جدا لا شك أنك أنك أنت بتفقد لعبة تيجي فترة كده غريبة جدا بيمر بها الفريق بأمانة شديدة تجد نفسك 11 اللاعب مصاب رقم كبير جدا ورقم مرعب يصب لك بحالة من الخوف يا كابتن خلي بالك كابتن عمزو لك على حاجة برضو في نقطة مهمة جدا أنت تعرف مين اللي عامل الأرضية بتاع الملعب أول برك اللي هتقوم على المبارا الشركة مصرية مصريين أنت قارن الكلام ده وبص على مشاكل الملعب عندنا ما حدش أخذ باله منها باستثناء يمكن التجديد اللي طرق على أرضية السادة القاهرة اللي اتعاملت بشكل يمكن مختلف وبشكل كبير جدا حسنها بصورة زي ما بقول جمعة ما بين الطبيعي والصناعي بعشبة مختلفة عاملة شكل والحفاظ عالية وعلى فكرة فيه جود كبير حاوسين التجربة دي تروح للملعب التانية جماعة حجم الإصابات وكمان عودة ظاهرة الرباط الصليبي بشكل أو مختلف وصابات العضلية برضو على فكرة الملعب لها دور في الكلام دي جماعة يعني حتى لو جات الفترة فترة الشتوية لابد أكيد كان لابد أن يكون لك تحضير للأمور دي هنقعد نتفرق كده كرة على الأرض شكلها مختلف فأعتقد كل الحاجات دي برضو محتاجة إذا كم التحاد الكرة عنده لجنة ملعب بتعاين بتشوف أيضا الاستداد دي اللي موجودة يبقى عندها أعتقد متابعين لا يعني أمانة الشديدة كابتن الجزئية دي محتاجة تحط عليها يلقى يعني عليها الضوء مشاكل أرضية الملعب بشكل في الفترة اللي فات أنت عندك النهاردة إصابات غريبة جدا ومش مفهومة كمان يعني برضو الجهاز الفاني بيضطر أنه يلقى للبدائل يعني ودي فايدة طبعا طبعا مسألة برضو برضو عندك العنصر الأساسي برضو الخبرات موجودة برضو بتبقى برضو شيء مهم لكن معنى زيلك يعني عاوز أقول إيه قدرها لها ما شاء فعل برضو الناس اللي موجودين برضو أعتقد فرصة لهم لهم ما يثبتوا وجودهم هذه الفرص ما بتتكررش علي كل واحد أن يمسك فيها زي ما بقولك بتلليبها يعني وسيطر عليها ويقاتل ودفع عن نفسه مثل هذه المباراة بتديك الحجم الرئيسي لقدرات اللعيبة اللي عندك هل الدكة البودلاء هي على نفس المستوى هل لا لابد أن تكون الدكة جاهزة وحضرة أن اللاعب يكون جاهز في أي وقت تتم الدفع به فأعتقد أن كل الحسابات وقدر الأهلي الكبير في كل المشاويل اللي هو بسرعة أنه دكته بصورة جيدة عنديها البدائل المناسبة عندك أكتر من ناعب يستطيع أن يقوم بالدور المهم توفيق ربنا يكون الحليب في هذه اللقاءات المسيرة المهمة جدا وتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق ولكرة في اختيار التشكيل المناسب للمواجهة المرتخبة إن شاء الله مرتخب مصر أسوة جمال واختيارات قد يكون فيها بعض المفاجأة مثلا عدم استدعاء النني بعد فترات طويلة جدا وعودة محمد شريف مرة أخرى للمنتخب أنا شايف أن عودة محمد شريف بصراحة مهمة جدا وأنا كنت برضو سمعت له حوار بعد الاختيارات الماضية كان الحقيقة موفق جدا إن هو بيقول أنا قلبي مع زميلي في المنتخب يختاروني ما يختارونيش الحقيقة يعني محمد شريف تصريحاته في هذا المجال محترمة جدا ولما حتى تسأل أنت بتفكر بعد ما ترجع مصر تلعب في أي نادي آخر قال برضو بمنتهى الوضوح والصراحة أنا حققت في النادي الأهلي إنجازات أرقام صعب أن أنا ضحي بيها يعني يوم ما أرجع لو قدرت أرجع الأهلي يبقى حاجة كويسة فعايز أقول طبعا اختياره مهم قوي بالنسبة لأنني ممكن يكون محتاج أنه هو يعني يخرج شوية وأحيانا برضو كابتن اللعيب لما يخرج ممكن يبقى عنده إصرار أفضل من الأول أه طبعا لأنه مش يعني معلش المنتخب عنده القماشة أوسع قدام المدير الفني ممكن يختار لعبين كسيرين وممكن يكون في حد في مركز أنني يستحق أكتر ده دون تقليل من تاريخه يعني إحنا هنا بنتكلم بقى التاريخ حاجة والواقع الحالي حاجة تانية فعادي برضو ما يزعلش أنني وممكن يرجع تاني ودي دورة ودية ومعسكر ممكن يبقى فيه ما بعد لو دور بالنسبة لقصة محمد صلاح أنا بقول أنه لازم يبقى فيه رؤية مباشرة كلام مباشر بخصوص هذا الأمر مع نادي ليفربول إذا كان هو مصاب فعلا ولا لأ بس أرجو مصاب طبعا لا أرجو أن هي ما تسخنش يعني الكلام اللي هو تعليقات مقتضبة وتصريحات من اتحاد الكورة لا دا لازم ييجي عشان الطبيب بتاعنا هو اللي يشوفه طبعا لا يعني مش عايزين نسخن الموضوع ونؤكد ونرسخ أن فيه مشكلة لأنه محمد صلاح اللي هو سليم وحيلعب ما أنت عنده عنده ماتش يوم الحد مع منشستر سيتي مغالبا هيبقى موجود فيه مثلا لو هو مريحه الماتشات اللي فات أنه يعني نوتنج هام بلح فورس ده هو مريحه أساسا عشان يلعب الماتش اللي أو يعني لأنه هو الماتش ده هيحدد هو الأهم ماتش المطولة بالزبط ماتش المطولة والنس كلها والناس كلها ما كانتش عايزها ميبقوا موجودين فهل خلاص غامب أنا دلوقات لو تركت السوشال ميديا وغير السوشال ميديا سوى راح الإحجازي مثلا صح لا هو مش ما أعتقد المقرار بس أنا يعني أنا أعوز أقولك برضو النيني من العناصر المهمة والأساسية في منتخب ناصر لعيب عنده برضو خبرات حتى لو كان الناس حتى لو كانت الناس عليها لحظات أو حاجة برضو لكن برضو لعب ليه قيمة مش معنى أنه النيني ما عندهش جمهور يدفع عنه ما عندهش حد جماعة فيبقى المسألة عمري طبيعي جدا لأنه مثلا لو تم استبعاده لو تم استبعاد لعب آخر الوضع يبقى مختلف لكن أنا أعيز أقول هو المدير الفني هو صاحب قراره ننتظر القرار بتاعه أتمنى ميكونش النيني خارج من حسابات وأتمنى أنني كمان يدفع عن نفسه وقدم يعني في حالة اشتراكم مع الأرسل وقدم مستويات المطلوبة لأنه أنا شايف أنه من اللعيب والعناصر لأصحاب الخبرة مهما يكون برضو حتى لو كان أداء وتأصف الفترة اللي فاتت فأنا شايف أن أنا بحمل المسؤول بصورة كبيرة جدا لشغل المدير الفني لم يكن على المستوى المطلوب اللي هو تراجع بشكل كبير جدا حتى نسل كل المبراطب الدية اللي لعبها بصورة جيدة فجأة في البطولة اختفت كل الكلام اللي تم تعفزه لكن اختيار القيمة للمحترفين أمر طبيعي جدا موضوع محمد صلاح شايف يكون فيه زكاء أفضل من كده يكون فيه ثقة في تعامل مع الفاربود طبعا ما مفعش ما مفعش تقول أنها هات محمد صلاح لا محمد صلاح مصاب محمد صلاح هم بيجاهزوه ولا بد تكون العلاقة فيها ثقة وحتى لو محمد صلاح ما تقولش لو لعب يوم كذا يبقى هرجع يوم كذا ما أكيد لازم كل تجهيز الحدود دي كلها عشان دور ماتش ونتمنى أن محمد صلاح يكون حاضر فيه ماتش وممكن يبقى كويس ونتمنى أنه يبقى موجود ويجي المعسكر هلسا المعسكر معنا هي متناشرة ممكن يحسن لكن الرد بنوع من العصبية وإصدار كلام لا هيجي هنعمل وانا قوي وانا قوي لا الموضوع يا جماعة احنا بنقول كده بنقول كده يا جماعة البداية ما تفعش كده محمد صلاح بالذات يا أخوان لأمور يعني لابد ان احنا نحافظ على الناس بتاعتنا ونحترم الناس واحد بعات لك بقول لك اللعب بتاعب وصم شايجي فأنت تقوله خلاص ده ما يبقى كويس تعالى بس اشرح لإيه الموقف أطلب منك التوضيح لا ده عنده مشكلة كذا كذا خلاص شكرا احنا مع محمد صلاح وننتظر محمد صلاح وانت احسنت التصرف انك انت وضعت وانت احسنت التصرف انك انت وضعت في القائمة المختارين ما اقول انتش برضو عشان ما افتحش مجال لاننا استبعد واننا قاعد وهو ده عاوز اقول لي برضو خطأ كويس لكن عاوز اقول لي رد الفعل لازم بدي يكون هادي مش من الصالح نحن نخسر محمد صلاح يا جماعة لعيب كبير لعيب مهم جدا لعيب عنده الخبرات المطلوبة نحتاجه المرحلة اللي جاية عندنا ماتشين في غاية الهمية في تصفيات كاس العالم مع بركينا فاس وماغيني الفوس فيهم يريحنا ويدينا دفع كبير جدا نحن التقاهل لعيشين ستة وعشر فاعتقد ان الامور محتاجة تريس دي مبرأة دورة ودية مش مهمة جدا تكون الهدف من انها تجمع وتعرف في لعيب على الجهاز الفني والافكار وكل الكلام ده يتم بايه لابد من روح الجماعة ولابد ان احنا نلم على بعض ونتجاوز المرحلة يكون عندنا هدف واحد هو صالح المنتخب الوطني واستعادة شخصية بطل افريقيا منتخب مصر مرة تانية لكن الكلام ده مش هيجي بالعبارات الرنانة وبالضغط على من الاقوى ومن صحب القار مش هيك مش هتنفع كده فاعتقد انه اتمنى الموضوع الصلاح ليعدي بسلام اتمنى لو محمد صلاح يا جماعة اشترك في مبرأة مش هيستر سيتكوان حاضر كلنا نتمنى ذلك كلنا نفسنا نتفرج عم نشوفه اعتقد انه هيبقى موجود مع المنتخب الوطني في التجمع اللي جاي ان شاء الله بإذن الله تعال ان شاء الله كل التفيل منتخبنا الوطني وكل التفيل كابتن حسام ومحمد صلاح والكل اللاعبين ومباراة تليق بالفريقين الكابيرين سواء نادي الاهلي او نادي الزمالك واستطيع النادي الاهلي طبعا ان يفوس في هذه المباراة انا بشكرك شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت كبير